فرانسي سبيسياليزي كتب الكتاب ديالو لابيبل الكوران والسيونس على لميار ديس إكريتور سينت وصيرت ممشق بأعلم مع راسك بالبوحوت العلمية داب انت اعتمدت على خبر الأحد ديال هاد موريس بيكاي باش جيت تثبت واحد الإعجاز علمي شاءوا أو يخلقوا أولا عظاما ثم بعد لا تكذب لا تكذب كيفاش لا تكذب أنا لم أقل يخلقوا الإنسان أولا عظاما هش أتتغربين ان تلبس على الناس دهاك الملاحدة بحالك? جيبهم يونتبتون العكس لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول هنا هنا تسلم هنا تسلم الحمد لله أعلن الإسلام أيها الناس الملحد أعلن إسلاما السلام على من اتبع الهدى. اهلا وسهلا. كيف الحالة بس عليك. الله في رحمة الله بخير الحمد لله. سأل الله عز وجل ان يزيدنا ايمانا وقوة وسباتا على عقيدة التوحيد حتى نلقاه سبحانه عز وجل وراضي عننا. مرحبا. ان شاء الله نبدأ وتفقنا على اننا ان شاء الله سنهضروا في الموضوع لصحة الاسلام. وتفقنا على الاقل لدينا جزء واع. كتسمعني مزيان ياك. نعم ما اسمعني. نعم ما اسمعني. نعم ما اسمعني. ممتاز 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 بشي نتجاوزه. إذا اضع شيء وقت بسبب الكنيكسون لشي حاجة راضي نحسبوها وقت ضائع. مزيان. ما عندي شي صحة ديال ثلاثة سوئة عربعة سوئة. لا واشنحن قاعدا نضيعو احنا ساعتين. لا ما يمكنش. انا ما كرهناش يجو سوئة ونص ولا ثلاثة اقع ما كرهناش. ما يمع لكل حان نتمنى وكتب. تعطينا جو سوئة مزيانة. جو سوئة ونص. جو سوئة ونص. جو سوئة ونص. يكون خير ان شاء الله. الله يفضل. ياكوان باش نبدأ ما نضيعش الوقت بدون المقدمات لان الوقت مزيرنا حيو راح نبدينا على تسعة استدقائق. تسعة استدقائق باش بدأ. اه اه احيي الله او طبيعة الاخوان الكرام الموجودين بين ظهرانينا في هذا اللايف. نتمنى ان هذا اللايف يكون مبارك ويكون في فائدة للطرفين. اه السؤال المباشر والاول او قبل السؤال المباشر والاول لا بأسان اذكر بان هناك اه شروط اهمها ان لا شخصا لا سب لا قدف لا شغيره. هذا امر اساسي لا نحتاج لا تذكير به كل مرة. الامر الثاني الجمل المطولة والخطب الجماعية غير مقبولة. هذا تفقنا عليه في النقاش الماضي. احنا كنت نظن متفقنا على هذا الشيء السيفزي. سندخل مباشرة في السؤال. هل تريد ان نتم ما بدأناه في الحصة الماضية من دلائل الصحة الاسلامي? ام تريد ان نبحث مبحثا جديدا تختاره انت يا شيخ? وكنا قد انتهينا الى ان اكبر دليل مادي بين ايدينا في صحة نبوة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى عليه وسلم. هو هذا القرآن الكريم الذي بين ايدينا وتحدثنا بانه نقول بان القرآن افحم بلغاء العرب واعجزهم وتحداهم ان يأتوا بصورة من مثله. نريد ان نتم في هذا الاطار ام تريد ان تغير الموضوع نتم في هذا المجال في هذا المسار مجال الاعجاز اللغوي تريد? نعم وقد انتهينا الى طرحك ان تسألت عن ما هو الاعجاز البلاغي في اللغة وفي دلالاتها ومعانيها وطرحت مثالا وهو ويسألونك عن المحيض قل هو اذا الاية. ومن ثم فافضل ان نستأنف الحديث ان نستأنف الحوار في اظهار دلالات البلاغية المفحمة واللغوية العالية جدا في الآية التي ذكرتها انت نفسك. فذكرتها انت نفسك. ومن ثم فلا بد ان نقف عند الآية التي طرحتها وهي من صورة البقرة. ويسألونك عن المحيض قل هو اذا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوا منه حتى يطهرن. فاذا تطهرن فأتوهن من حيث امركم الله. ان الله يحب التوابين. ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم. فأتوهن حرث لكم ان نشئتم. وقدموا لانفسكم متق الله. فالا. حتى اذكرك يا شيء. لم اسأل عن البلاغة وتعريفات البلاغة واخصام البلاغة. انا سألت هل هذه الآية معجزة معجزة للعربي عامة ومعجزة للفصحاء منهم والبلغاء منهم. هل هذه الآية تعجز العربة على ان يأتوا بمثلها. هذا سؤالي. تفضل لك. اه ثلاث دقائق اجبني على هذا السؤال. تفضل. اولا. هذه السؤال. هذه الآية. ليست فقط معجزة في تركيبتها اللغوية والبيانية. بل ايضا. معجزة في قضايا علمية طبية بحتة. اه بان عنها الطب الحديث وكشفت عنها المختبرات الطبية العلمية. للوصول في النهاية. بنسبة لنا نحن المسلمين. الى ان هذا القرآن. حقيقة. ليس معجزا فقط في اساليبه اللغوية والبيانية. بل هو ايضا معجز في تشريعاته القضائية. وتشريعات الحكم. ومعجز في بناء الدولة الاسلامية. ومعجز في فقه الجهاد او في فقه السلم بين الدول كذا. ومعجز في بناء الاسرة على ارقى ما يمكن ان تكون بناء الاسرة. ومعجز ايضا في تجارته في فقه التجارة وفي البيوع وفي هذه الامور. لو سمح نبدأ بالاعجاز اللغوي البياني. ولزن الوقت نشوف جميع انواع الاعجاز. حاول لغيت اختصر. حيث حالما اختصرت حالما قدروا نشوفوا المكسيموم دي الانواع الاعجاز في القرآن. الان نتحدث عن الاعجاز البياني في هذه الاية. تفضل. هل انتهت ثلاثة دقائق؟. انا طلبت منك زعمة كوندونسي الاجوبة حتى نناقش المكسيموم. المكسيموم لو سمحت. ايوة يعني ما فيش حد يعدي ورانا. على كل حال. وهناك الاعجاز العلمي الذي يخض فيه الكثير من علماء العصر الان. على كل حال نبقى كما تفضلت انت في الاعجاز اللغوي. واذا تعالى الان لنناقش هذه الاية مفردة مفردة او جملة جملة. ولنغوص في المعاني البلاغي التي تفهم بلغاء العرام. ولان الله عز وجل يقول ويسألونك عن المحيط. ويسألونك عن المحيط. فكلمة محيط هي فاعل. والمحيط هو الدم النازل من من فرج المرأة في دورتها الطبيعية. دورة الحيط. فاستعمل كلمة المحيط. وهذا المحيط هو. هذه اللغة تعبر عن سيلان الدم في في تجمع لهذا الدم معين. او هو تجمع لسائل معين. فيفيد او يسيل. ولذلك في لغة العرب لا شك انك سمعت بكلمة الحوض. الحوض. وهو ذلك السهريج الصغير الذي يجمع فيه الماء. وثم بعد ذلك يتصرف صاحب الماء في هذا الماء فيسيل هذا الماء. دعني ادخل معك في الكلام لو سمعت. انت الآن يا شيخ انت تقوم بشرح الآية من الناحية البلاغية. تشرح لما معنى يسألونك وما معنى المحيط. وما معنى الاذاء. وما معنى الاعتزال. وما معنى لتقربهن وما معنى يطرن. هذا ليس بسؤالي البتة. اعيد السؤال. هل السؤال. هل فصحاء العربي من اهل قريشين وبلغاؤهم وشعاراؤهم لا يستطيعون البتة قطعا ولزوما ان يأتوا بجملة مثل هذه الجملة. هذا سؤالي. اذا كان نعم اثبت لانه نعم يستحيل ان يقول شخص مثل هذا الكلام. ان كان لا نقول لا. اما شرح الآية فسيأخذنا الى مصار لا نريده ولا نبتغيه وليس هذا مقامه. نتمنى تكون فهمتني يا الشيخ. انت الذي لم تفهمها. هذه الآية كان من من صور الابداع ما تحار فيه عقول العرب. على سبيل المثال هذه الآية تضم ابداع الايجاز في الاطناب. هل تعرفوا ما معنى ابداع الايجاز في الاطناب. انت انت الذي لم تفهمها. انت الان تريد ان تحدثني عني ما معنى البلاغة. وما اقسام البلاغة. وما هو وجه البلاغة. عندي لك سؤال. هذا هو السؤال الاصلي اصلا. لا لا لا. السؤال ليس هو السؤال. انا لم اسأله. قلت لك من منذ البداية في الحلقة الماضية بان القرآن الكريم اعجز بلغاء العرب والتحداهم في ان يأتوا بمثله. قل لان اجتمعت الانت والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن. لا يأتون بمثله. لا يأتون بمثله. ولو كان بعضهم لبعضهم لبعضهم. ممتاز. انا سأغير لك السؤال. ومحظة خليل يكمل. وتحداهم بعد ذلك بعدما عاجزوا تنازل. فقال وان كنتم في ريب مما تقل ام يقولون افتراه. قل فأتوا بعشر صور مثله مفتعه. وما اربع عشر. ده باراونغ عشره. ثم تحداهم بعد ان عاجزوا. وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة مثله. فهذه المثلية هنا هي مثلية تنحصر في البلاغة تحديدا في بلاغة الاسلوب القرآني. فهمتك 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 ولكن ربما غيرك لم يفهم حتى يفهم غيرك. زد ثلاثين ثانية تفضل ثلاثين ثانية. العرب اقسموا في مجال تفوقهم. فهم كانوا اصحاب معلقات اصحاب اشعار اصحاب كذا. اي اي صناعتهم صناعة الكلمة والتعبير الجميل المعجز. فجاء القرآن ليعجزهم فيما اشتهروا فيه. اي في البيان والبلاغة. اذا نحن في الموضوع. الله فهمتك. ضروري. 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 لانه اذا بقناها كاما لا يريد زيونه. حيث عندك انت الاعجاز العلمي والطبي والبالاغي والشريع وبناء الاسرة وبناء الدولة والتجارة لا يمكنش. خاصنا فريمون زيروا الوقت. دابانا سنسأل لك الشيخ. انتهي نفهمتك. انا سنعود نقول في جملة مختصرة. الناس دي القرآني كانوا واعرين في العربية. كانوا واعرين. الله قال لهم إذا انتم ما يرجال قولوا شي حاجة بحالة شيء. اذا انت تقول وتزعم. ان هذا القرآن جميع آيات القرآن من ألفها الهائها. هي آيات الهية ربانية. مستحيل على شيء واحد. ليس مستحيل على شيء بشر أو إنس أو جن أو كيفما كان. انه يقدر يقول بحالة. اذا قاعد لي في القرآن كلام الله معجز بلاغة وبيانا. صحيح سيدنا. هكذا كتقول. صحيح وهو كذلك. ممتعد على هذا المعنى. لا متأكد بلاش بلاش. صحيح اخلي ناران يفهمك. انا عندي دباء بعض الاستشكالات. بعض الاستشكالات. بسيطة جدا. سننقزها. حاول تجاوبني بالزربة ونقزها. باش نمشوا الاستشكالات الأكثر صعوبة. الله عز وجل يقول. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعلوا في الأرض خليفة. قالوا. اسمع مليح. قالوا. الله الآن يتحدث عن ما ستقوله الملائكة له. عندما أخبرهم أنهم جاعلوا الملائكة. قال. أتجعل فيها من يفسد فيها. ويسفك الدماء. ونحن نسبح بحمدك. ونقدس لك. هذا قطعا. قطعا. ويقينا. وجزما. كلام مخلوق. لهو الملائكة. قال الله. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم قال. ألم أقل لكم إني أعلموا. قال يا موسى. في أي أخرى. وإذ قال موسى لقومه يا قومي. مثلا. يا قومي. إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. فتوبوا إلى بارئكم. فاقتلوا أنفسكم. ذلكم خير لكم. عند تبارئكم. فتبع عليكم. هذه كلها. ومنها العشرات. إذ قالت نملة. يا أيها النمل. ادخلوا مساكنكم. لا يحطمنكم سليمان وجنوده. وهم لا يشعرون. هذه قول. قال. هذه قطعا. قطعا. ليس كلام الله. بل هو كلام الله. نقلا عن خلقه. نقل عن الملائكة. نقل عن آدم. نقل عن موسى. نقل. احتع النملة. نقل على الهدهد. قال. قال. آآ. إني بصرت بما لم تبصر به. وقالوا جئتك بنبأ. جئتك بس. بسبئ بنبأ عظيم. إني وجدت مرأة. آآ. تملكهم أو تخذ. آآ. إني وجدت مرأة. تملكهم. وأتيت من كل شيء. ولها عرش عظيم. هذا الكلام. وقطعا. كلام بشري. إذن. اسمح لي. نكمل الجملة. فعشر ثواني. عشر ثواني. عشر ثواني. عطيني عشر ثواني. هذا إن دل فإنما يدل على أن في القرآن كلام المخلوقات. لكن الله نقل كلامهم في كتابه. إذن. مادم أننا عندنا في القرآن كلام المخلوقات. يعني هل تريد أن تقول أن كلام المخلوقات حتى هو معجيز؟ أو لا غيحة الله قاله ولا معجيز؟ أو لا كيف تشرح لي هذه المسألة؟ تفضل يا شيخ. ثلاثة دقائق يقرأ عندك. نون ستوب. تفضل. أولا. جئتكم من سبئين وليس بسبئين. لا ودي فوق سبئين. قاعدين تحت سبئين. جاوبني على الموضوع. لا تضيع الوقت في أمور جانبية. لا تهم أي شخص. أنا أستظهر القرآن بيني وبنى القرآن خمستاش العام. بيني وبين كتاب الله خمستاش العام على الأقل ما فتحته. يعني هذه الشيرة مجرد تصربات بقيت في ذهني. يعني أنا شيء قديم ساليت معه. رقل النبي في القرآن تعهد القرآن فإنه أكثر تفلتا من الإبل في عقالها. أنا لم أتعهد القرآن خمستاش العام. نوكي لا نسيت حرف ولا نسيت جوج حروف. هذا لا يغير من الأمر شيئا. ركز في أم الموضوع يا شيخ وأجبني على المشكلة. تفضل ثلاث دقائق. أنا أسلوبك لن أهتم به أبدا ولا أجارك في نقر الغراب. عندنا آية ينبغي أن نقتلها بالدرس والدراسة والتمحيص ثم أنتقل معك إلى الآية الأخرى. أما أن تأتيني بآية هنا وهناك وهناك ونقت عمر الشارج. هذا لا يفيدك معي. نحن الآن مع قوله عز وجل. ويسألونك عن المحيط. قل هو أذى. فاعتزلوا النساء في المحيط. ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذه الآية فيها جملة هائلة من الإعجاز البلاغي واللغوي. وقد سألتك عن إبداع الإجاز في الإطناب. فكأنك تسمع بهذه التعابير الأول مرة في حياتك. لذلك لا يمكنني أن أجاريك في أن تعرض أمامي جملة من الآيات. ثم تعطيني دقيقتين ليكون الجواب بعدها ناقصا مشوها قاصرا لتبدو في النهاية أن إلحادك وكفرك قد انتصر على إيماني وعقيدتي. هذا بعدك يا حبيبي. لا 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 تشخص يا شيخ ركز في الموضوع لا تشخص. شوف 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 أنا عندي لك سؤال هذا علوم البلاغة هذا البلاغة علم البلاغة علم البلاغة والبيان. هل هو فرع عن القرآن أم القرآن فرع عنه. أنا سألتك عن إبداع الإجاز في الإطناب. إبداع الإجاز في الإطناب هل هو فرع عن القرآن أم القرآن فرع عنه. قرآن أم العنوم من القرآن. ممتاز إذن. كل العنوم الإسلامية. دعني أجيبك. أنت يا شيخ تريد أن تحكمني إلى علم مشتق فرع عن قرآن. عن لسان العرب ليس حتى لغة العرب لسان عرب. هم صنعوا علما معينا وأسموه بما شاء. اسمي علم بلاغة علم مصطلح علم أصول. فاشتق هذا العلم وانبثق من ذاك الأصل الذي هو القرآن. ثم تريد أن تحكمني إلى فرع لكي نستشد على أن الأصل أصل. هذه مغالطة فاضحة يا شيخ. هذه مغالطة. ثانيا. أنا لا أريد أسمح لي المغالطة الثانية. لو تسمح لي. أحبس أولا. هذه جهالة منك صارخة. ها أنت أولد شخصا. ها أنت أولد شخصا مرة ثانية على التوالي. أنا لا أتأهمك بالجال. لما تقول لهذه مغالطة فاضحة. لا تشخصا يا شيخ. لا تشخصا. لا تشخصا. تفضل. لا تشخصا. هذه مغالطة فاضحة. فقلت لك. ردا للفعل. هذه جهالة منك صارخة. شوف شوف. حتى نختصر. عندنا جزء سوية الشيخ. أنا سؤالي. لا أريد درس تفسير. ولا درس بلاغة. ولا درس بيان. ولا درس تجويد. نحن نسأله. أنا أسأله. أسمع سؤالي حتى تجيب عنه. لا تجيب على سؤال لم أطرحه. ممكن أن تسمع سؤالي في عشر ثوان يا شيخ. لا 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 لا. وأنا لا أريد نقر الغراب. لن أجري. ليس هناك غراب. هناك سؤال قائم. إلا بقناها كخصنا عشرة سوية شيخ. غريمو عشرة سوية. ضربنا قريب دابا الساعة. ما زال في النقطة الأولى. هل يستحيل على بشرين أن يقول بما قال القرآن. جئتك بأقوال الخلق في القرآن. هل يمكن أن تنقض هذا حتى نمشي. شوف أن تنقض. الناس تسمع. إلا كان عندي الصحرة. كان عندك الصحرة يسمع. حتى إلا بقناها كخصنا عشر ساعات. أنا أعطيتك كلاما. ديال الخلق في خالق الخلق. في قرآن خالق الخلق. انقض لهذا النقد. لأنه نمشي عندك حواجة أخرى. لأنك ترتع الإعجاز العلمي. وبلاغي وبناء الدولة عندي بزاف ما يتقال. عافاك أفونسي معايا. تفضل يا شيخ. انقض طرحي. أرجو أن ترفع المستوى. هل زنفوا شويش. هل زنفوا شوية. القرآن العظيم. لا حول ولا حول. القرآن العظيم. نقل في كثير من الآيات. ما قاله البشر. ولكن نقله. بالصيغ العليا التي. لا تحتمل. ركاكة. ولا جهالة. ولا مجانبة. للغة. التي نزل بها القرآن. على سبيل المثال. وقالوا. تخذ الرحمن ولدا. وقالوا. الله عز وجل يقول. من الذي قالوا. اليهود والنصارى. وقالوا. اتخذ الرحمن ولدا. كلام البشر. تبناه القرآن الكريم. ليبين للناس. ماذا قال البشر. ليرد على قول البشر. وقالوا. اتخذ الرحمن ولدا. لا ما قاطعش. ما قاطعش. ليست مقاطعة. ليست مقاطعة يا شيخ. ايب العقل. لا ما كيش العقل. مش بهاد الأسلوب. يقول لي اسكت. يا ماذا. العقل أن تنتظر الجواب. أنت ذكرت بأن القرآن نقل قول البشر. أنا الآن أذكر لك مثالا. لقول البشر في القرآن الكريم. وأن الله عز وجل يذكر ذلك. ليرد عليهم في توجيه. أولا في تسفي عقائدهم. وفي بناء عقيدة التوحيد. على تلك العقائد. وقاليني نسولك في الجزئية. وقاليني نسولك في الجزئية. وقف معايا هنا. وأنسولك فيها فيها فيها. فيها فيها في نفسها. عندما أتموك. اسألني. أنا لا أريد أن يظهر جوابي مبتورا. مشوها لمن يستمع. وهذه هي غايتك. وهذه هي. لا تشخصني يا صاحبي. لا تشخصني. هذه غايتك. إذا سألتني. أنا أجيب. أما تخليني نجاوب جواب مبتور. فهذا لا يليق. ولن أسمح. شوف. الله. أخذ كلام الخلق. وداره. باللمسة دياله. فهمنا. أنا كان جاوبك. أنا كان جاوبك. إذا لم تكني دقيقة. انتقلت إلى الدقيقة الثانية. وقالوا. اتخذ الرحمن ولدا. الله يحكي ما قال النصر واليهود. رد عليهم. لقد جئتم شيئا إدا. لكن الآن. انظر إلى الأسلوب البلاغي. كيف أن الله عز وجل. جاء بجملة. قيلت من قبل اليهود والنصرى. ثم رتب عليها جوابا. ولكن في سياق بديع معجز. حتى إنه. يحافظ على. كأنها القافية. يحافظ على الخاتمة. على الحرف الخاتم. ليظهر تلك السلاسة اللغوية القرآنية. كما يسميها سيد قطب رحمة الله. تلك النبرات الموسيقية في كلام الله عز وجل. إذن اسمع. وقالوا. اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا. من الذي قال. لقد جئتم شيئا إدا. الله. فرتب على قولهم. قولا أولا في معناه. ولا أروع. ويشنع من عقيدتهم. ولكنه يحافظ على الأسلوب الجميل. على الأسلوب البلاغي الرائع. ولدا. إدا. لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه. وتنشق الأرض. وتخر الجبال. هدا. ها هي واحدة أخرى. هدا. أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إن كل من في السماء والأرض إلا آت الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا. وكلهم آته يوم القيامة فرضا. فانظر هداك الله إلى الجملة التي قالها الكفار. كيف تبناها القرآن. ولعله بصيغة ربانية. ثم بعد ذلك بنا عليها قولا. معجزا. 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 إلى ما لا نهاية. ممتاز. ممتاز. أخذتك ثم دقيقتين. اللهم ميسر. يكاد السماوات يتفطرنا. وقف قراءة ينفطرنا. وليس السماء. مش مشكلة. الآن في هذا الإطار الشيخ يقول أن الله عز وجل. أخذ أقوال الخلق. خليني نهضر. دابع نبتي ثلاث دقائق. لا 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 لكن مدصلح لي. يكاد السماوات يتفطرنا. ما قلت هاش سماوات. لكن ما علينا. لا تهم. لا يهم. هذا الأمر لا يعني. أنا خليني دابع نهضر. استمعت لك الشيخ يقول بلي أن هناك. الله عز وجل يأخذ آيات أو أقوال من خلقه. إكس أو إيجريك. وهذه الآيات يضعها في قرآنه ثم ينمقها. ويضع فيها اللمسة الإلهية الربانية. إداء. اتخذ الرحمن ولداء. لقد جئتم شيئا إداء. يكاد السماوات يتفطرنا. ما قلت نشق الأرض تخرج جباله هداء. عنده على الرحمن ولداء. وبهذا نجد أن هناك بلاغة بيانية رهيبة. لا يستطيع مخلوق على وجه الأرض أن يقول بها. الآن عندي لك مثال آخر. عندنا في الصحيح أو عندكم في الصحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه قال. وافقت ربي في ثلاث. وافقت ربي في ثلاث. من بينها. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال عمر. قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. فنزلت بلسان عمر. كما نطقها 99.9% من التطابق. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وآية الحجاب. وآية. قال له سيد النبي. قال له. في آية الحجاب. وفي آية أخرى. قال. فقلت. عسى ربه. في آية الطلق. عسى ربه إن طلق كنا. أن يبدله أزواجا خيرا من كن. أعطيني الآن كيف نمق وجمل وحسن الله. القول دي العمر الذي تكلم بالقرآن قبل أن ينزل القرآن. وذكر الإمام الصيوطي في الإتقان. أن موافقات عمر فاقت الواحد وعشرين موضع. أنا أعطيتك حدث واحد حتى لا نضيع الوقت. كيف يمكن أن تخرج أن تسقط ما ذكرته سالفا. أن الله ينمق ويجمل الآيات على حساب أقوال الخلق. في قول عمر الذي وافق القرآن قبل أن ينزل. فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذا كلام عمر. كلام عمر وعمر بشر. كلام عمر وعمر من البشر. تفضل يا شيخ عندك دقيقتين. أولا دعني أسألك ما هي آية الحجاب. لا يهم أنا لا أعرف آية الحجاب. جوابني على طرحي. أنا كافر ما عارف هو له. لماذا قال وافقت ربي. ولم يقل وافقني ربي. يا أخي هو الذي وافق الله. أو الله الذي وافقه. الذي يعنينا أن عمر تكلم بالقرآن قبل أن ينزل القرآن. فنزل القرآن مطابقا لما قال عمر. جوابني على هذه المشكلة. هذه المشكلة تفضل. أرأيت كيف أنك تجهل ما تستشهد به. وتجهل أن عمر بن الخطاب من الخلفاء الراشدين. وتجهل أن لعمر بن الخطاب كرامات. ومن هذه الكرامات هذا الذي تذكره. وهو حديث صحيح صحيح البخاري بالمناسبة. ولكن وقوفا عند أدبي وتأدبي عمر. وبالمناسبة لم أقل الله عز وجل نمق وجمل. لا تأكل الثوم بفمي. لا تستعمل كلمات لم أستعملها أنا. فذلك أمر مشين. ولسيما في حضرتي. إذا غيبت فلك أن تغير كعادة أهل الباطنين. أنا أختصر ما قلته في عشر دقائق في ثلاثين ثانية. تفضل يا شيخ أجيبني بدون ما تركز علي أنا. تفضل جوابني عندي مشكلة. القرآن فيه كلام بشر. هذا زعمي. أنقض الزعم. تفضل. أنا أقول لك أولا لأن الكلام أنت أيضا تحرص على أن يكون الكلام أخذاً ورداً. فأنا أقول لك بأن القرآن الكريم جاء هذه الأمور الثلاثة التي وافق ربنا سبحانه عز وجل. عمر بن الخطاب فيها. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وفي قراءة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وفي آية الحجاب التي تجهلها كما ذكرتها أنك لا تعلموها. أنا أجهل أو لا أجهل. هذا لا يضر يا شيخ لا تشخصني لا تشخصني. هل يمكن أن تتكلم بدون شخصنا؟ تفضل يا شيخ. ما هو الشخص أنا بالله عليكم أي شخص أنا. وما تبقاش تقول لي أنت تجهل أنت تحمر أنت كده أرى ما ماشي هادراء. سير معي غيب العقل أنا أقول فيك واحد الكلمة. قول لي ها ها فين غلط صافي دخول في ها فين غلط. أرى أنا قدر نقول لك تانا تجهل تجهل. أنا عرف نقول هذا الشي تانا تفضل يا شيخ ما نضيعش لوقت تفضل. أنا لم أقول ذلك. لم أقول ذلك لكن يجب أن تستشهد بما تعلم لا بما تجهل. شوف أنا أجهل كل شي لا علم لي بهذا الدين. أنا غي هايشة خرجة من البحر مزيانة التعبير. اعتبرني هايشة خرجة. هذر معي هايشة خرجة من البحر. ما عمرك سمعت شي واحد قالها لك أنا أبو تالك. لا أعلم شيئا في دين الله لا قرآن لا علم لا سنة لا بلغة لا جوي دواله. إذن لديك الفرصة الكاملة والذهبية أن تسحق هذا الجاهل الذي يتحدث معك. أمام الجمهور إذا فاسحقه عندك فرصة ذهبية لا ترحمه عندك ثلاث دقائق تفضل يسحق. إذا تعلم أنت مصحوق أصلا إذا تعلم وسأسحقك. تعلم. 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 يا شيخ يا شيخ. جاوب على المشكل. جاوب على المشكل. إذا. جاوب على المشكل. نجاوب. أنا نجاوب لو أنك تسكت وما تقلق ما تعصب شيخ. يا عبدالله لماذا تتعصب؟ لا تعصب شيخ بيهدوه. يا عبدالله في الوقت. جاوب الله يذكرك تضيع لنا الوقت. ده برا شوف. أعرف ديك سياسة تجلق الكورة. كنت بدأت تجلق. ده بكي جوك ليب باسك تجلقهم الجمهور. خصم شو نجيبوا كورة ونضيعوا في الوقت. عاوتين تجلقها مور العمارة. مشو نجيبوها مور العمارة ونبدأوا. عاوتين تجلقها مور البحر. ما تضيعش الوقت الحاجة. تفضل عطينا النقد. أنا أعطيتك واحد لإدعاء فاسد. انقضه. تفضل انقضه. لا تضيع وقتنا. هذا هذه لغة لغة الزنقة. لا تستعملها معي. والوقت اللي غا يضع لك. لا لا تجلق. احنا كان نقول جلق يعني تطوع كورة. اذا كان هذا الوقت هذا. انا نزيد لك حلقة اخرى وحلقة اخرى بلا ما تخلص. وبالمناسبة الاخوان اللي كي استمعوا. شوف. 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 جلق. احنا وعدنا في التعبير في وجدة. جلق كورة الشرق. يعني طوع. اذا كان المصطلحة تختلف بين وجدة والناظر والطانجة والصحراء. هذا لا يضر لمشاحتة في الاستلاح. ما فيها زيره يلعب. زيره مكنش. الله يرحم بك ركز. ما قلنا زيره يلعب لحد الآن. زيره يلعب مكنش. تفضل ركز في المشكلة. نعود الى السؤال. فالعمر بن الخطاب رضي الله عنه. ذكر ما ذكره قبل نزول القرآن. صح؟ صح؟ نعم نعم. صح؟ نعم. هو نعم نعم. واذا تسمعني؟ من هذه الجزئيات قوله عمر واتخذوا أو واتخذوا القراءة صحيحة من مقام إبراهيم مصلّق. يعني عمر الخطاب قالها قبل نزول القرآن. صح؟ نعم. صح. صح؟ وجئت بالحديث في صحيح البخاري. وفي الحديث الذي في صحيح البخاري هو حديث صحيح. وافقت ربي. لماذا لم يقول وافقني ربي؟ أنت تريد أن تقول أنه تكلم بهذا بعد نزول الآيات؟ لا. قبل نزول الآيات. أنت أنت لا تفهم السؤال. قبل نزول الآيات. على كل حال. في كل الأحوال. أنا أتجاوز عن هذا الأمر. هناك كرامات. لا تنسى أن القرآن الكريم نزل جملة إلى بيت العزة في سماء الدنيا كما ذكر المفسير. ثم بدأ ينزل نجوما طيلة 23 سنة. ولنزول القرآن أسباب متعددة. قد يكون السبب في شخصين أو في أشخاصين فتنزل آية أو آيات أو تنزل صورة بأكملها وما إلى ذلك. فما لعيب أنا لا أرى ما لعيب في ذلك إطلاقا أن عز وجل أن يوافق القرآن كلمات أو أمرا قاله هذا الصحابي أو ذاك. بل إن القرآن ذكر ما قاله المشركون واليهود النصارى. وليس فقط الصحابة الأجلاء بل على رأس الصحابة الخلفاء الراشدون ومنهم عمر وما أدرك ما عمر رضي الله عنهم جميعا. ممتاز إذن أنت تقر يا شيء أنت تقر أن في القرآن كلام عمر وكلام البشر صحيح؟ لا إله إلا الله عندما قلت لك آنفا من سورة مريم وقالوا اتخذ الرحمن ولده تخذ الرحمن ولده كلام البشر. لماذا تعود لي نفس السؤال؟ مزيان مزيان خلينا نجاوز هذه الجزئية نعطيك جزئية أخرى. لو نحن يعدنا كلام البشر الله رشقت له مهم الله يفعل ما يشاء فعالوا اللي ما يريد. بغاي هذا كلام عمر يحطه. لا تقول الله رشقت له رجاءا. رشقت له داريجة الله يدير اللي يبغى. فعالوا اللي ما يريد شوف. عند لسان قريش. لا أسمح لك. لا أسمح لك. لا أسمح لك. لا ما تقول شي رشقت له. الله عز وجل ما يرشق لهش. اسمع اسمع شوف. نحن شوف. اسمع الحاج. دابا كان داريجة المغربية. وكان لسان قريش القديم. خليني نجاوبك الحاج خليني نجاوبك. انت تأدبنا سأرد عليك وهذه مسألة جانبية أخرى. نقطة نظام نقطة نظام. يمكنك أن تسيء الأدب معي ما في إشكال. أما أن تسيء الأدب وتستعمل كلمات في حق رب العزة. فلا أسمح لك. أو في حق النبي صلى الله عليه وسلم. شوف. انتا بغيت لبسني تهمة. أنا بريء منها براءة الذئبي من دام ابن عقوب. وخليني نهضر على الحاج. ما يمكنش تهضر شوف. ما يمكنش تهضر وتخليني ما نهضرش. ما يمكنش. أنا سمعتك. وهذا أمر جاء الحاج. لا 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 أنا أسر على هذا. استعمل كلمة أخرى باللغة العربية في مكان ترشق له. وشو شوف. 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 خليني نختم. الله عز وجل يقول فعال اللي ما يريد. كيدير اللي يبغى. كيدير اللي يبغى. هذا كيدير اللي يبغى. يعني كيدير اللي يرشق له. يعني بالدارجة. احنا غير ترجمناها بالدارجة. عشك تزعف. يعني ما شي لا ترجمناها بالدارجة. ولا بشي حارة إساء أو سبه في حق الله. خلينا نختمه. خلينا نجز الموضوع آخر. خلينا. عندي. عندي. عندي استشكال. عندي استشكال آخر. ممكن تسمعه مني. عندي استشكال. أولا. دابا غادي 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 لنا العصافة الرويدة وصاب. هذا شي لي بال. شوف. أنا. شوف. اسمح لي نجوبك. اسمح لي جوبك. أنا جميع نقاشاتي. ومناظراتي. وسجالاتي وجدالاتي. دائما أقول فيها الله سبحانه وتعالى. وأقول فيها صلى الله عليه وسلم على الرسول. وكثيرا ما أقول للصحابة رضوان الله. لأن هذا أمر شكلي جدا عندي. ولا أعتبره. ولا سبه. ولا منقصه. لا في حق الله. ولا في أخليني نكمل الجملة. ما يمكنش. خصك تخليني نهضر. خصك تخليني. أوبليغات وارنون نهضر. ما يمكنش تدير لي هكال حاجة. خد وقتك الكامل. وعطيني وقتك الكامل. تبقى كل مراتك. تعني هذا تشغيل. يرضي عليك. أنا لا أسيء إلى جناب الله. ولا إلى جناب الرسول. هذه قول واحدا. لأن هذه حجة الضعفاء. وأنا ماشي ضاعف. الضعفاء هو ما يسبه شخصنا. أنا لا أسبه ولا أشط. أنا أقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يقولك تي واحد. ونقولك الله سبحانه وتعالى. ما يقولك تي واحد. لأن هذا لا يهمني. هذا هو ماشي القصد. هذا هو الرغبة فين بغي نمشي أنا. أنا بغي المعقول الداخل. بغي القابض. بغي النواة. بغي الحق فين كين. هذا الرغبة فين بغي نمشي. لذلك. أنا بش مزيدوش نضيع لك مرة أخرى. عندي استيشكا أنت تقول يا شيخ. أن الله عز وجل أخذ أقوال بعض من خلقه. سواء كانوا كفار أو مسلمين. وأخذ القول ديال عمر بن خطاب. لي هو رضي الله عنه من أشراف الصحابة. وهذا لا يضر القرآن في شيء. وهذا يطعن في قولك أن القرآن لا يمكن أن يأتي بها أي شخص. لأن عمر جابيه. أنا قلت لك حديث واحد فقط. هناك عدة أحاديث تختلف درجة صحتها. بأن عمر وغير عمر أنهم جاءوا. هذا كيتسمى. ماذا كيتسمى؟ هذا كيتسمى جزئية سالبة. كليتك الموجبة تقول بأن هذا القرآن إلهي رباني يستحيل أن يقول بمثله أو كمثله مخلوق من إنس أو جن أو ملائكة أو غيرهم. مستحيل. جئتك أنا بقول عمر في الصحيح الذي تعتمدونه. وعمر طابق قول الله عز وجل طابقه مئة بالمئة عسى ربه إن طلق كنا أن يبدله أزواجا خيرا من كنا. إذن عمر طابق قول الله هذه تسمى جزئية سالبة. إذن عقلا ومنطقا مش احتمصا أن تخاسر في هذا الطرح لأن الجزئية السالبة تفند وتدمر وتفجر وتنصف الكلية الموجبة هو أن القرآن يستحيل أن يأتي بي شخص آخر. نقطة الآن عندي لك سؤال في نفس الأيطار هل تقول يا شيخ أن القرآن أمبوسي يجيبه البشر هذا التقلت به. أنا عندي استشكال آخر يقول ابن عباس رضي الله عنه والحديث في البخاري من أعلى درجات الصحة قال لو أن لابن آدم هذه آية نزلت في صورات ألم يكن الذين كفروا. ثم نسخت قال لو أن لابن آدم مثل واد ما لا لأحب أن يكون له أو كما قال لأحب أن له إليه مثله ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. ماذا قال ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له النبي عليه السلام ولا يمكن أن يناقش مناقش من أهل السنة في عظم علم ابن عباس وعلو كعبه في الدين. قال فلا أدري أمن القرآن هو أم لا وتخيل معايا شنو قال حبر الإسلام حبر القرآن لا يدري هل الآية من قول الله أم من قول البشر. إذا أخذنا قولك يا شيخ يستحيل أنه يدوخ ما خصوش يدوخ لأنه باين كلام الله لأنه معجز سيتبين له الرشد من الغي سيظهر أن هذا كلام الله وهذا كلام البشر. ابن عباس ما عرفش يفرق بين كلام الله وبين كلام البشر. إذن كلام الله وكلام البشر كي تشابه إذن هذه مصيبة بالنسبة لي كيف ستردها علي يا شيخ؟ لك ثلاث دقائق تفضل. ها ثلاث دقائق متولى خلق الزمان أولا لا بد أن نرجع إلى الأول. ما خلق الزمان كان لدي مرحيوار كان أنا ما خلق ويواني أنا مجرد سفر. لا تقاطعني. لما تقاش تروفوكيني بخلق الزمان ما تقاش تهضر زي دقة ما تقولها شي الحاجة. تفضل لك ثلاث دقائق. لا تقاطعني إذا جئت بيا لتمرر كفرك على ظهريك. باقيك ترضى إصبعك. همت؟ نعم هذا تشخص. إسمعك كل هذه الأفكار وهذه الكفرية وهذه التورها. كل هذه التورها التي إسمعني إسمعني. إسمعني يا شيخ الفزازي. اسمعني يا شيخ ابتزازي. اسمعني الى ما اغمغنسك. للا ماشي طالت هذا ورقة ورقة. فقط نقطة النظام هو سادعك تتمي. ورقة ابن نوفل ولشهما ابو جهل. ما كلمة. اذا انت تشاغب يا شيخ. انت تشاغب. تكلم. اسمعوا. اسمعوا. اسمعوا تكلم خمس دقائق وانا ساكت. ما تمروش علينا المغالطات. وانا اعطوك خمسة دقائق. طينا نقطة نظام نعطوك عشرات دقائق. اعطينا نقطة نظامة صاحبية. وارجع للول انت تسب الله عندما تقول ما ارشق له. ما كاتدر لي علشان قريحا. الله ما كيرشق لهش. استعمل في حق. اه معك ورقة معك ورقة زيزازي. ماشي طالت هذا. ماشي طالت. اسمع تأذب مع الله. وثم لا تنقر نقر. ورقة واحدة. الله يستعليك ورقة. اسمع 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 لا تأتيني بألف شبهة جملة واحدة. ثم تقول اعطيك دقيقتين. قلب على شيء اسلوب اخر. قلب على شيء اسلوب اخر. انا المناظرات انا ما انا وبين المناظرات. قلب على شيء اسلوب اخر. لا تمرر على ظهر الكفر. جواب ناشي. انا انتظر الجواب. تفضل. تفضل لك كامل الوقت. ايضا يرجع الى الوراء. يرجع الى الوراء. بحبة حبة. قد طلق لنا الشبوات هنا وتمشي. لا 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 لا. ابدا. انت تكلمت خمس دقائق. عندك جاوب الحاج جاوب جاوب. عندك الوقت تفضل. ايوا. اولا يجب ان تعتذر عندما قلت الله عز وجل يقول فقش ما رشق له. اعتذر. كمل كمل ثلاثة دقائق دايك وانا ناظر. كمل. لا اعتذر اولا. لا يمكن ان تسب الله. وكمل كمل. انا ما سب انشاء الله. حاش الله ان اسب. انا لا اسب الله. لا اسب. انت غيب عيات استقلتهم. لا اسبه. وقال نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. حتى يخوضوا في حديث غيره. انكم اذا مثلهم. ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وانا موحد مسلم. لست كافرا ولا منافقا. اذا لابد ان تعتذر عندما وصفت الله عز وجل بوصف بشري. وانا كترشق له. يعني عنده منزل. يا شيخ انا لم اصف الله بوصف بشري. الله من وصفه. شوف شوف انت غيب عيد دنا العصاف الرويدة وقالها. غيب عيد تحبس النقاش كي بلي. انا لم اسب الله. لا شوف لا لا يمكنني ان اسب الله. لا يستقيم. انا ولا ما قلت اج. قلتها ليست بسببا. قلتها. ما معنى انا على شقل لنجر. انا على شقل childcare انا على شقل دينا عمال ROSWifs في المكان. ترجمني شوف ترجم، شوف ترجم ليów شاك، شوف ترجم لي ولو وال عربية. قل تقدم مع الله اراض الله اراض الله ان يفعل كدا وكدا وجد. ترجم لي اراض الله شوف انا وريد تارشق لي باللغة العربية شنوك اقول الله يريد. اراد الله. ده بقى اراد الله. ماشي سوبة. بس حمنا ترجعناها بالدريجة ولا تسبة. لا ما ارشق له ماشي ايا ديك المعنى دي الله ارشق ليك. يعني انا عندي ميزاج. وعجبني الحال. وغادي نعمل هذا. وهذا الرشوق النشاط. لا لا انت تقولني ما لم اقول. لم اقول هذا ابدا في حقي الله. انت شوف شوف انت غيب اغي تدير العصافة الرويضة. اسمعها الحاج اسمعها. لا انا بغي ندير العصافة الرويضة. انت كتدوز الكفريات في الشبهات على مسامي عندنا. يا ودي الكفريات لك اندوز هومر عندي فيندوز. انا بغي نتناظر معك في الموضوع. انت اراك تضيع لنا الوقت هالحاج. شوف ما غاديش ما تجيب ليش الف شبهة في شبهة في جملة وحدة. وحدة وحدة عندي وحدة. جاوب على الحديث دير ابن عباس. صافيح بي استمع. صافي ابن عباس. صافي ابن عباس. احنا في عمر وخطاب. ايه بقى احنا في عمر وخطاب. لاش مشيت الحبر. شوف شوفي باش نفهمك. واحد حاجة. نفهمك واحد جزئية شوف. باشتنا ما. اراه الناس كتسمع. انا طرحت شبهة ديال الكفار والملاعين ياك. الناس كتسمع. الشيخ رجوبهم. دابا اللي يجوبوا رجوبوا. اللي ادا الفايدات داها. اللي ما بغاش ما بغاش. حيث. ايلا بقيت انت كل حاجة ندرو فيها ساعة. ارا ميمكش نوصل معا كانال ذاك شي لك بغي تقدر فيه انت. انت لقد اجبت. الناس شوفي اسمح لي. الناس غا تسمع. انا ما غاديش نخليك توصل ذاك الهدف. ديال نشر الشبهات الك الكفرية والضالة على مسامع الناس. افتح واحد البت ديالك وكفرك كما تشاء. وقع جوبني انت عندك الوقت الكافي على على الشبهات. جوب على الشبهات. ماشي على ظهر ياسي طالو. جوبة استاد جوب جوب عندك الوقت. اشنا هو ارى 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 حدد حدد نقطة حدد نقطة. حديث ابن عباس جوب عليه. ما لو اعيده. فلا ادري امين الله. القرآن هو ام لا? وهو لا يدري. هو القرآن ماله. ورب العالمين ماله. فنحن في عقيدتنا ان الصحابة رضي الله عنهم اولا لا يعلمون الغيب. ثانيا ليسوا معصومين عن الخطأ وهم يقول انا لا ادري. اذا هو لا يدري. فا اين المشكلة عندك اذا كان عبدالله ابن عباس حبر الامة لا يدري. اين المشكلة عندك انت? المشكلة انه لا يفرق بين كلام الله المعجز الظاهر الباليغ البين. ولا يفرق بين كلام العرب في زمانه. هذا مشكل كبير جدا ان لم تكن تراه مشكلة فالمصيبة اعظمه. المصيبة عندك في الدماغ ديالك يا اخي. يا اخي من باب مش اخي يا اخي في ادم خوة. يا وبي الله يسمح عليك الحاجة انا قاعة ما تزيش لهم قاعة ما كاش مشكل. انا اركز معي غير في الموضوع. الله زعم الدعاء ديالك الله يسمح عليك زعمة مستجاب. انما يتقبل الله من المتقين. واركز في الموضوع الحاجة علشك تركز انتهى جوابي. عبدالله ابن عباس والصحابة وابو بكر عمر لا يعلمون الغيب. جاهل هذه المسألة. جاهلها. واش قراءة القرآن الغيب? ولحظة. وكان وابو بكر الصديق رضي الله عنه سئلا عن قولي عز وجل وفاكهة وابا. قيل له ما الابو? قال اي سماء تضلني واي ارض تقلني اذا قل Chain. تضلني العربية يقول في كلام الله ما لا اعلم. القرآن عربي وابو بكر سئلى عن الابو قال انا ما عارفش. صح? هل انا سألتك عن تفسير الاية يا شيخ? نعم? هل انا سألتك عن تفسير الاية يا شيخ? وهل انا افسرها الان? انت تجيب لي كلام ما فهموش. ابن عباس سئل. فاطر السماوات والارض مع عرفوشنا يا فاطر السماوات والأرض عرفا من لي جاء العربي لأن شوف القرآن الكريم نزل بلغة العرب فكلماته توافق كلام العرب وبلاغته معجزة لأنها أيضا من جنس بلاغة العرب الله أكبر أحبس هنا الفقه لا أرضي عليك دقيق دقيق أنت الآن تفجر كل ما قدمت به كلامك وتقول أن القرآن أنا أفجر كل ما زاعمته غيب العقل غيب العقل غيب العقل لا تأتي بنتائج من خيالك أنا أفجر كل ما زاعميك ابتداء الأمر ذكرت أن هذا القرآن معجز والإعجاز ظاهر جلي في بيانه وطريقة كتابته إن صح تعبيرنا وهو لا يصح كتابة أو طريقة لا غيب عقل كيفاش تريد جاء طريقة تحريره سنسلم بهذا التحرير تجوزا نحن نحن جئناك بأدلة مضادة هذه عند علماء المنطق والكلام وحتى عند تلامذتهم يسمى كلية موجبة أنت تدعي أن هذا القرآن شي حاجة وأنا بزاف معجز أسمعني نكمل جملة وسوني نكمل جملة اسمع اسمع ما أسمعش ما أسمعش ما أسمعش لا أسمعش لا أسمع يا شيخ لا تحاضر فليني نقول جملة ديالي أنا قد استمعت لك لماذا تشاغب يا شيخ لماذا لا تحاضر أحشو ما أحشو ما الحاجة أحشو ما لا أنا جئت هنا لأجيب عن أسئلتك لا لأن أسمع إلى محاضراتك لا لأن أسمع إلى ردودي أركز معي سيطالوت أنا جئت هنا لأجيب عن أسئلتك لا لأسمع محاضراتك هل جئت لتسمع هل تريد أن تسمع استشكالاتي لا لا خليني ندير لا 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 شوف أنت لا تقول استشكالات أنت تطرح الشبهات في محاضرات وفي تعبيرات وخدمك تبورد اسمعني اسمعني أنا عندك طرحة جاوب انسف للشبه انسف أنا هنا لأجيب عن أسئلتك لا لأسمع إلى محاضراتك واضح أنت تشاغب لكن ماشي مشكل ماذا تريد أن تقول خذ وقتك تفضل أنا خذ وقتك أنت عندك مجموعة من الشبهات فتلقيها على مسامع الناس وجئت بالفزاز لا ليكون طرفا في الحوار بل ليكون ساحة للحوار أنا هنا لست ساحة للحوار أنا طرف في الحوار وأنا جئت لأجيب عن أسئلتك لا لأن أسمعت الرهادك إذا أردت أن تلقي على مسامع الناس شبهات خطبان وكذا لك كل الحر يقول ماشي لكن ليس على ظهري أنا لن أسمح لك أن تمر إنسف شبها إنسف لا تضيع الوقت رحم الوالدين إنسف شبها إنسف أنا نسفتها أنت أنت عقلك لم يستوعب بعد هذا النسف هذا النسف ممتاز صافي ممتاز أنا سافتها ممتاز صافي أنت نسفتها أنا مازل ما ممتاز والو بتي نسفتها واش نبقى وغيف نسفتها ندوز الحاجة أخرى لا أنا قلت لك الصحابة رضي الله عنه هذا هو النسف الصحابة رضي الله عنهم لا يعلمون الغيب وليسوا معصومين وقد يرد عليهم إشكال في هذه الآية أو تلك وهذا كله لا يطعن في كلام الله عز وجل لا من قريب ولا من بعيد انتقل إلى سؤال آخر ممتاز حتى أختم هذه الجزئية نحن لا نتحدث هنا عن الغيب نتحدث أن صحابيا من كباراء أصبع على ما تشغب على ما تشغب على ما تشغب وخلي من نهضر واش نحن ما نهضر ده بوجه غيرتها حاجة نسكتانا تتسالي هاتي سؤال آخر لا خليني نهضر ما تقاش تفتيلي ما نقول أنا أعطيتك تكلم أعطيني وقت ينتكلم بكل احترام واش هدي صعيبة ما صعيباش ده خليني نكمل الاستشكال لا علاقة له بالغيب الاستشكال أن هناك صحابيا جليلا من كباراء الصحابة لا يفرق بين كلام الله وكلام البشر وهذه طامة كبرى أنت لا ترىها طامة نختل نقطة هذه الأحكام هذه الأحكام شوف فهذه الأحكام الجاهزة احسن فيها لنفسك لا تطعن في الصحابة لا تطعن في الصحابة لا تطعن في الصحابة بحضرتي الصحابة ردوان الله عليهم لا أطعن في حضراتك ولا في غيبتك أنا لا أطعن في الصحابة من الأساس أنا أقول تلك رعاية مرات هذا هو الطعن عندما تقول جاء بالطعمات فأنت تطعن في حبر الأمة الطعمة هي أن أن الصحابة لم يفهم أن هذا من عندي القرآن أم من غيره ليس أن الصحابي هذا تعنون في الصحابة هذا تعنون في الصحابة هل لديك دليل آخر أو إعجاز آخر نناقشه لأن درنات قريبا ساعة عندك دليل تحب أن نناقش إعجاز علمي لا تطعن في صحابة الرسول نرجع إلى الآية ويسألونك عن المحيد قل هو آذى لن تستطيع أن توجهني حيث تشاه لن أنا ما ساليج ورمعتنا قلنا بلي أن القرآن صافي في إعجاز بياني لقد أظهرت الإعجاز البياني واستمع الناس تريد أن تضيف شيئا آخر في الإعجاز البياني تفضل نعطيك آخر كلمة في إعجاز البياني تفضل طيب في الآية الكريم إعجاز طبي معي أنا كنت سمعك كمّل في الآية إعجاز طبي أيها بل كما قلت لك من قبل هناك إعجازات عادي هذا أولا نرجع إلى الإبداع الإبداع الإجاز في الإطناب الذي طبعا ما شممت أنت له رائحة إنساني إنساني هضر إنساني عفاك تفضل هضر إنساني تفضل دمر و نسفه تفضل عندك فرصة كاملة و الوقت كامل أنا إذا كنا رقع قل لهم راك يا رقع هنا وهنا وهنا والنس راك تسمع قل لهم هذا أريد أن يدبز هنا و يدبز هنا و يدبز هنا تفضل أن يدبز تفضل و ماذا تضيعوا الوقت تفضل الحاج ماذا تضيعوا الوقت إذا نرجع للآيات التي نعم 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 و تكرمتني بداعها و نسلت كمل الحاج بغينا نأفنسي ولا يسترعلي هلنحن نأفنسي أستغلقك عن المحيط قل هو أذى وكان هذا الكلام كلام بشر أو من صناعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومن انتاجه الفكري أو اللغوي فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أميا ولم يدرس في مختبرات طبية ولا عرف وكيف عرف أن المحر الذي هو الدم الذي ينزل في الدورة الشهرية للمرأة كيف عرف أنه أذى كيف عرف أنه أذى في حين أن الأذى لا يمكن أن نحكم على شيء ما سائلا مائعا أو جامدا أو متجمدا أو غازيا أو كذا غازا لا يمكن أن نحكم عليه إلا بعد علم مسبق حتى لا يقول القرآن شيئا خاطئا فأيوه لو كان كلام بشار وثم قال كلاما خاطئا سيفسد سيفسد هدفه في تقرير نبوته للناس لكنه كلام من عند رب العالمين والعالم الآن يشهد بما لديه من مختبرات ومن بحوث علمية أن دام الحيضي أذن هو أذن للرجل وهو أذن للمرأة بل وقد يكون أذن للجنين الذي يأتي فيما بعد قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحر فاعتزلوا النساء هنا أسلوب بلاغي رائع جدا وهو استعمل كلمة الاعتزال والاعتزال الاعتزال هو الإبعاد الاعتزال هو الإبعاد فاعتزلوا النساء ثم هل اعتزال النساء من رأسها إلى قدمها؟ لا قال فاعتزلوا النساء في المحر ولا تقربوهن فاعتأمر بالاعتزال ثم نهى عن القرابة بكسر القاء ثم نهاهم عن القرابة فاعتزلوا النساء في المحر وهذا تفريع الحكم على العلة وهذا تفريع الحكم على العلة وقلت الاعتزال هو التباعد وهو كناية عن الترك انظر إلى الصور البلاغية التي لا يمكن أن يرقى إليها أحد إلا أن يكون الدارسا لن يرقى إليها فقط بل ليصل إلى إدراك هذا الجمال والجلال في كلام الله عز وجل الاعتزال هو التباعد وهو كناية عن الترك ثم قال فاعتزلوا النساء في المحر والمجرور محذوف فاعتزلوا النساء في المحر أين المجرور؟ المجرور محذوف وتقديره في زمن الحيط فاعتزلوا النساء في زمن الحيط فاعتزلوا النساء في المحر أنت لا يمكن أن تدرك الصور البلاغية في كتاب الله عز وجل بدون دراسة لبلاغة العرب ثم قال فاعتزلوا يا شيخ خليليني نسولك أنا لا يمكن خليليني نسولك وراح نحسبت لك ربعات طيخ باقي ما كملت لنفضل نصف هذا الشيق الأول ونكمل الشيق الثاني طيب تفضل ممتاز أنا لا يمكن أن خليليني نقول أذوق بلاغة القرآن إن لم أدرس البلاغة صحيح؟ هكذا تقول؟ تكلم 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 لا أنا سألتك هكذا تقول لا يمكنني أن أذوق لماذا أعيد ما قلت أنا قلت وقد فهمت ما قلت أنت فهمت ما قلت ما سمعت هذه الجملة أنا أنا لا أستطيع أن أفهمها حتى أدرس البلاغة صحيح؟ لا تنقول لك لا يمكنك أنت ولا أنا ولا غيرك ولا غيري أن يفهم القرآن الكريم ما لم يكن ملما بالعلوم بعلوم المفاتيح كما تسمى أو بعلوم الآلة ولا يمكن أن يصل إلى دلالات القرآن أو أن يقترب منها دون أن يتبحر في لغة العرب لأن صافي لا يمكن أن تفهم لغة القرآن إن لم تتبحر في علم الآلة وهي البلاغة سؤالي الآن المسلمون في قريش تبحروا في علم الآلة التي اخترعت بعد 400 سنة من موتهم الجواب أن العرب كانوا يتقنون اللغة العربية بالسليقة وكانوا فصحاء بالسليقة ورضعوها من أثداء أمهاتهم حتى إن الراعي ليرعى الغنم الراعي ليرعى الغنم لم يدرس لا في كتاب ولا في ابتداء ولا في جامعة يقون شعرا شعرا في ناقته أو في نخيله أو في غروب شمسه أو صديقته أو زوجته أو عشيقته تلك القصيدة التي كان يقول نحن كذلك يا شيخ اسمع لي نحن كذلك ولا ما يمكن إشتراق خمسة تطاقية كملتها خليلي نطرح سؤال باشنا أفنسو أنا تفهمتك أنا قلت الممتدى باقي الخبر سمع الخبر تلك القصيدة تلك القصيدة التي يقولها الراعي الأمي في صحاري مكة الآن خسك الدكتورة لتناقش تلك القصيدة بل من الدكاترة من لا يحسن قراءتها أصلا لغة أو لسان العرب قديما هو لسان الريافة في مضار هو لسان سواسة في سوس هو لسان الحسانيين في الصحراء أولئك الأقوام كانوا يتحدثون لهجة دارجة عندهم كما نحن أنا الآن أتكلم اللغة أو اللسان الدارجة بسليقة وببيان وبفصاحة ولا ألحن فيه أصبر أصبر أسمع أنت تتحدث الدارجة بسليقة والعرب قديما يتحدثون اللغة العربية الفصحى بالسليقة هل اللغة العربية والقواعد العربية ظهرت قبل مجيء للقرآن أم بعد مجيء للقرآن اللغة العربية هو قبل القرآن الكريم ما علم اللغة علم النحو علم العرض علم الصرف والتحويل علم اللغة علم اللغة اشتقت فِيما بعد ذلك أما القرآن الكريم فَكَدْ نَزَلتك لغة العرب فقد نズلت لغة العرب اسمع الجواب اسمع دنا أنزلنا قراءن عربيا أنزله الله عز وجل بلغة العرب لفهمه العرب كما أنزل كتبا أخرى بلغة أقوامهم ليفهموها وأمرنا أن نخاطب الناس بلغتهم ليفهمونا ومن ثم كان العرب يتحدثون بالعربية قبل أن ينزل القرآن هذه بداية أنت تسأل عن البدايات لا 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 أسأل لا يجب أن تركز ماي حتى تفهم موجه السؤال العربية كانت لسانا كانت دارجة كانت لهجة في قريش القرآن لم يتحدث قطعا عن شيء اسمه لغة تحدث عن لسان تحدث وما أرسلنا من رسول إلا بلغة قومه لا بلسان قومه أنا الآن لو كنت تكون عندي الصوت خليني نجاوب ما عديش نخليك تهدر نهائيا بشكون عارف خليني نهضر ثانية خليني نهضر خليني نهضر يقطع عندما أنتهي لا شيخ عندما أنتهي ردها عليا واش ده بنت ماذيش خليني نهضر ولا كيفاش لا 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 أنت تمر المغالطات ما معنى بإنسان عندما أنتهي من المغالطة عندما أنت هي من المجبر ورقة عندما أنتهي من المغالطة صحيحة لا 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 أنت تشغل أنت تشغل إنان غلط هاو. هاو. لماذا تسغل. انا اسألك. هذه الشغلة. لماذا تسغل. بلسان قومه ليبين له. اسمع. ما معنى بلسان قومه ليبين له. ما معنى بلسان قومه. وخليني نهضر عصاحبي وش انا ما نشتقدر لي بحلاتين عالشيطان ما يهدرش. ما فهمتش. كيفاش ما يهدرش. الآن في زازرة الناس يقولوا لك تعليقات كتشغب الشيخ. واستد في زازرة كتشغب. ما كتخليش طرف الاخر يهدر. ما كتخليش طرف الاخر يهدر. كيعطيك حقك في الوقت وانت ما كتعطيش. ما كتعطيش حقه في الهدراء. انت تقول ما قلش بلغة هو صاحبي. علش هتقول انت في بلاستو خليه هو يهدر. اعطيه فرصة. هادا النقطة ستفضى. انت تقول. خليني نهضر وفضيها. خليني نهضر وخليني نهضر. لما اندوزلكش هديو هدر. وعليس اندوه لك وصاحبي احشوما صاحبي انت واعرف المناظرات. عايب عليك انت. عايب عليك احرام عليك. احشوما عليك. اذا انت سنت ليك. وعليش كتدير فلوك عليك. واتسنت ليك. ودهب عليش وما تخلينيش نهضرانة واش انت بغي تدر لخطوة. عشرات ثواني. عشرات ثواني كتضيعوني. لا اتخليني هادرها الحاج. كما خليتك هادش دي كتديرها ماشي يخدمها. لا لا لا. عشر ثواني عشرات يا الثواني. عشرات يا الثواني. وخاف. وقو يا اعطيني يا نخدار. ونسمى الله يطيع. الفيزيزي في تشاغب. تشاغب للأسف. تشاغب الفيزيزي. انت قلت. انت قلت. وتتكلم بلساني. انت قبل قليل قلت لا ولا تأكلتهم بفمي. وانت تفعل نفس الشيء لان. اسبر اسبر. انت قلت لم يقل ربنا عز وجل بلغة قومه ليبين لهم. قال بلسان قومه. ما معنى بلسان قومه. هذا السؤال ما معنى بلسان قومه. دبا تبغين ام دا ندير معك. بحالها كناية. تبغين دا ندير معك. دبا اشنا هو هذا. شوف ااجب ما معنى بلسان قومه. ما في لاشي. وخليني نهضر ما تبقاش تدير عليا بحالة اللقا طاعت. انها ركوك الشيء حدخورك وانا ما ديش نتفهمها نويا. خليني نهضر ما تدير لي شاكة. خليني نهضر. خليني نهضر. خليني نهضر. ااجب عن سؤالك. انت تبدأ عياشي. ان هذا القرآن. ودبا اش بغي. شنو بغيت دير دبا. شنو بغيت تحبس النقاش بشنو. جاوبني على ما معنى. ودبا بغيت تحبس النقاش. لا 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 لا. جاوبني على بلسان قومه. هو واصل. لا ما غنجاوبك شادي. تخليني نهضر. على الحاجة اللي يرضي عليك. الله يجوزك بخير. هذه الطريقة سيئة جدا. 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 ما تقولشي ان القرآن نزل باللسان ولم ينزل باللغة. انت. انا مقول. اسمع. خليني نهضر. خليني نهضر. خليني نهضر. واش ما ديش تخليني نهضر. واش شو ما عيب. ما عيب. عيب هالحاج عيب. خليني نهضر صاحبي عيب. وخليني نهضر. هدي تاخد الكلام ديانك وجاوب. خليني نهضر صاحبي حشي. ورا الناس كتسمعها صاحبي. لا تعمل. شوف ما تعمليش في هالملحيد الواعد خلك من ذلك الأسلوب هذا وخليني نهدره صاحب وخليني نهدر وش ده مدى الصفاء جاوبني السؤال وهدر وخليك تخليني نشوف هاد الأسلوب صراحة ماشي نيفو ديك طلع النيفو لا يرضي عليك هرا نعرف ندير بحال هكذا أنا هرا نعرف ندير بحال هكذا الحاج خليني نهدر والسؤال عيب إذا ما نسولكش أنا بغيت نهدر ده شوف نهدر ولا ما نهدر أنا بغيت نسولك لسان قريش كان لسانا دارجا كما هو اللسان عنده ريافة وسوسة وحنا عدنا في أي بلاسة في شلحة لو أن كانت لدي القدرة والسلطة أنني ندير دولة ممكن أولا الدولة قعب رأسها يمكن أن تقاعد لهذه الدارجة نشد اللغة السوسية وسنقاعد له القواعد دولة ديرها الخدمة ماشي أنا وسنقاعد لها حتيال الصرف ديالها ونقاعد لها حتيال نقاعد لها العلوم ديال الشعر ديالها اللي هو العلوم متعلق بالبحور والعارض وذلك شيء كامل يتصيب كامل غايت صيب وسنتحدث لغادي قلك شيء سوسي من زكين أتقول له من زكين وهي وجه بليغ من أوجه الإعجاز في اللغة السوسية لأن إذا ما سبقت زاء فهذا يدل على تطابق متداخل متجانس داخل قارورة لا نعلم أين هي وهذا يدل فيدل على أن السوسية وخلينا هذا معجزة نفس لا 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 وقلت كنت تعود للخرايف ده واشنا كنعود للخرايف حشومة حشومة قاع حشومة حشومة لم قد كنسمع لكم هاد الخرايف ديالكم هادرني شانتكلمنا فعل مستوى وهادر علميا ما معنى بلسان قومه أي بلغة قومه والله عادي شخلاء ما مضم مان زاكن وهذا شكت خربق علي دبا دبا انا حسيت بك بغي بحالة تنين نقاش وصفين شلي بل لا لا انا معك هتنصباح اه لا لا هاد 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 طريقة وهاد النيفو ما ما لا اسمع لي شوف اه اسي اسي طالوت اسي طالوت او جالوت لا مش طالوت اسمع رأينا صعيب عليك باش تدوز علي الكفر يا ودي يا ودي احنا كنا نحتاج لك الفرصة انت اسمع انت اسمع انت لبسني بالمقلوب رأي مكنش تدوز علي الكفر للناس كن هاني واخا عندي لك واحد سؤال بسيط جدا انت ابو صالة عندك ممشتش مزياد شوف شفقي اخر شوف شفقي اخر مدربل ودوز علي الكفرية ديالك اما انا دبا عندي لك سؤال على شيخ علش انا امليكا تهضر انت كان سكوت وامليكا نهضر انا كاد قاطعني ما تخليش نهضر جاوبني على المشكل اولا انا قلت لك ما معنى بلسان قومه انت كانت قاطعني انت كانت قاطعني دابا جوبني عليش كانت قاطعني انا كان قولك انا قلت لك ما معنى بلسان قومه الله عز وجل لم يقل بلغة قومه ليبين لهم فعشرات الثواني قلت لك ما معنى بلسان قومه فاقلت شو ما معيب وليس هذا ويلاطيهما هدي الشغب ماجي سؤال فيها عشرات الثواني ولا اقل قلت برا علي يا سيدي جاوب ولكن جاوبني جاوب العين ما تقول شي من زاكن دارجة ما دارجة تعود للخرايف ما جاوبتنيش عن السؤال قلت كعليش كانت قاطعني ماشيش صراح ليش نو قلت جاوب عليش كانت قاطعني عش ما خلتيش نو قلت انت هو اللي كانت قاطعني انت تقاطعني عمرك انت ما تخلينيش دائما نجبد المبتدة وكتقطع الخبر كأنك تخشى كأنك تخشى ان يتحطم طرحك يا وديره طرحك الذي قد زعزع وزلزل خلينا انا مالقاش نتخافت شخصا الله يطرحك تبخر حتى يعلم الناس ان هؤلاء الكفار لا علم لهم ولا لغة لهم ولهم يحزنون انتم دخلتوا الكفر على الفاضي والله دخلتوا الكفر على الفاضي خليك مني ركز ركز خليني يا ورقة الله يحب لك شي باني شوف انا لا اعرف ورقة انا اعرف طالت انا اعرفك ماشي مشكلة انا عندي غيقة رحة طالت الى بغيتي تدير باللاتي انا من ضمن الحوار الفيزازي باللاتي الفيزازي انا من ضمن الحوار وما انا اضرش معك انتا صح بما انا اضرش معك ما انا اضرش معك اعتن ارتاح ارتاح الشيخ انا اقترف كما اقترحوا مجموعة من تعليقات طالت انك تدير توقيت تعطيه جوش دقائق اسمع اسمع اذا تكلم شي واحد من غير اذا تكلم شي واحد من غير غنمشي في حالي صبر ورقة صبر اوكي انا انسد الميت من بعد اذا بغى طالوتي ناقش انا موجود انا بقي بالروح الحمدلله دب اوش هون دير واحد دب انا استمع اليك تفضل ولكن الحجر يجي نعصرناها تساعة ونص هذي اللي هدرناها فيها ارى وقال انخرجوا من واحدة ربوع ساعة اشي الاخر كامل تغيت شغيل لانني صعيب عليك باش تدوز الكفر على ظهري لا مشي هكا مشي هكا شوف انا اعتك واحد فطة زوينة انا اعتك خطة ضغينات انت فشلت في مشروعك انت فشلت في مشروعك انت فشلت في مشروعك اعتك واحد فطة انا اتكلم نصف ما تتكلموا انت إذا أتكلمت أنت ثلاثة دقائق أنا أتكلمت ثلاثة دقائق ونص لأن أنا هو الضيف نحن نكرمه الكفار والملاحظة يكرموا الضيف نحن نكرمه أنا أتكلمت الضقائق والأربعة أنا أتكلم زوج أنا أتكلم دائما نص ولكن دعني نظر لأن من أمني نسالي أنا أخذ أنت ربعة دقائق وقلهم هذا الجاهل وطالوت يجهل أبجديات الدين ويقولوا كذا وأخطأ هنا وهنا 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 عندما يقول الله عز وجل قل هو آذاء قل هو آذاء أنت تفسر الآذاء بماذا اختصاريني كل ما يؤذي ما فيه المضرة ممتاز جميل جدا هل الآذاء أنا مثلا اليوم كزوج مثلا عندما أجامع زوجتي في وقت ما حيضها هل هذا الآذاء لا يظهر لي يعني قد يظهر قد لا يظهر الله أكبر الله أكبر يعني كما قد يمكن أن يظهر يمكن أن يظهر يمكن أن يظهر لكفار قريش كذلك يمكن أن يظهر للصينيين من قبلهم وللإغريق من قبلهم ولعشرات أو مئات الملايين من الأشخاص من بني البشر الذين عاشوا أين وجه الإعجاز بماذا ما هو الجديد الذي جاء به الرسول أو جاء به الله عندما قال قل هو آذاء والآذاء معروف أنه آذاء صحيح طيب أنت لا تفرق بين الأذى والضرار الأذى هو أقل من الضرار فكما في قوله عز وجل لن يضروكم إلا أذى فاستثنى الأذى من الضر لن يضروكم إلا أذى فقوله عز وجل قل هو أذى يعني أذى من أي جهة لم يبين لم يبين ربنا الأذى من أي جهة فدل أن الأذى هو حال المعاشرة للرجل وللمرأة وللولد ولعلمك ولعلم الإخوان والأخوات الذين يستمعون أن الآية نزلت في حق اليهود الذين كانوا إذا حاضت المرأة عندهم يفرون منها فرار فرار الطريضة من الأسد كانوا يفرون بل كان منهم من يخرجها إلى الصحاري حتى تطهر كانوا يبتعدون ويهجرون المرأة التي حاضت هجرانا تاما بل كان منهم من يحبسها في البيت ولا يدخل عليها في ذلك البيت ما دامت حائضا فكان هذا هذا هو حتى الأجيال السالفة وقد وردت آيات في التوراة بهذا المعنى بأن الحائض هي نجس وأن من اقترب من الحائض فهو نجس وأن والأمر كثير جدا وقد تطرق إلى المفسرون في كتب التفسير بإطناب كبير فإذا فتحرج الصحابة رضي الله عنهم عندما وجدوا اليهود يفعلون هذا الأمر بعد الهجرة فتحرجوا من هذا الأمر فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم وهناك أيضا رواية أخرى بأنهم قالوا إذا جمع الإنسان أهله من دبورها في كذا فإن الولد سيكون أحوال إلى آخره إذن هناك شبويات مجتمعية كثيرة جدا فنزل قول الله عز وجل ويسألونك بمعنى أن الصحابة سألوا فالجواب الله عن سؤال سئل أنت تفسر الآية يا شيخ ممتاز فهمنا أن اليهود كانوا يعتزلون نساءهم في المحيد في الصحاري فجاءت الآية مصدقة لما فعله اليهود قل هو أذا فاعتزلوا النساء في المحيد فهمنا هذا من بين المعجزات الكبرى في القرآن أن القرآن نزل وصدق ما كانت تفعله اليهود أنها كانت تعتزد النساء في الصحاري والحمد لله رب العالمين لا 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 شوف 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 أنت تكذب وأنا بقي بالروح قدامك إذا مشيت في حالي من عشر قد تقول والله إذي كان ما قلت ما عليناش أنا نسمح لك فادي ما عليناش عندك شي دليل خرى الحاج لا لا ما تسمعش أنت تقول بأن الله عز وجل إيش قلت إيش قلت اشترم على اليهود القرآن قال أن دم أذى الدم الذي يخرج من المرأة في جيمة أعدى القرآن الكريم صححة أرشادة أرشادة بيّن للصحابة أولا اليهود على خطأ فادح فيها إهانة للمرأة وأن المرأة ليست مسؤولة عن دورتها الشهرية وإلى خيره فصحح القرآن ما كان يفعله اليهود أين التصحيح أين التصحيح في الآية أين التصحيح التصحيح هو التصحيح فاعتزلوا النساء في المحض وليس في البيت وليس في الضار فاعتزلوا النساء في المحض وقلنا تفريع الحكم على العل فاعتزلوا النساء في المحض والاعتزال هو التباعد وقلت لك إن التباعد هنا كناية عن الترك هذا الاعتزال فاعتزلوا النساء في المحط وقلت لك أيضا ثم قال فاعتزلوا النساء لماذا لم يقول فاعتزلوا الزوجات قال فاعتزلوا النساء الله أكبر أه كان عنه فاعتزلوا النساء ما الفرق بين النساء والزوجات بغيت يقول فاعتزلوا البيغال مثلا شنو هالحاجات شي هذا هو الإعجاز لك وبرك تستدل به والله الحاجة أرأيت كيف أن مساوك ضعيف جدا ورحل فاعتزلوا النساء ماذا كنقولها لك فاعتزلوا النساء في المحط ما معنى النساء آه ندل لك البيضة في طاس ما معنى النساء آه أنت الحاجة واشترك دل لي بيضة في طاس أنت فترجم بعد الجه دي الماء بالمائي أنت الآن الشيخ تدير درس عندك 635 ما معنى النساء في الآية فاعتزلوا النساء ما معنى النساء في الآية شوف 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 دبا واش نهضروا الحاجة لا تقدروا هالشي وانعل الشيطان صحي والله يهدي واخشني نبين للناس باللي راك ما كتعرف لاليف ولا البا في العلم صحي راك بي لا واخد الله يهديك الله يا صاحبي والله يهديك واخدينك ستطاق أنتك تهضر يا حبي دبا هدر أسنوب صراحا يفوباء لا حاجة خليني نهضر يا صاحبي وما عندك ما تعطيني أنا قلت لك خليني نهضر صافي صافي أغليق المايك خليني نهضر أنت أتكلمت خمس دقائق أنا أتكلم دقيقة واحدة واجاوبني خمس سأتكلم دقيقة واحدة دقيقة واحدة سؤالي أجبني عن سؤالي يا عبد الله أجبني عن سؤالي ممكن أن أتكلم أو لما ممكن شى الحاجة أجبني عن سؤالي وتكلم يا عبد الله ما معنى النساء فاعتزم النساء في المحض ما معنى النساء أغليق المايك يا صاحبي اغليق المايك تفضل الحاج انت لا تفرق بين ما اسألك ما اسألك اياه انا 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 اعرف ما هو العيب ما هو الصواب انتظر منك الجواب انا اسألتك انت لانتو ناظر لو انك جيت خليني نقول كلمة صاحبي خليني نقول كلمة بغيني نقول كلمة نقطة نظام وقول انا كلمة واش داب انت جيت دير الخطوة تقالي نقطة نظام عيب يا صاحبي عيب خليني ناظر انا اعرف ما هو العيب ماش انت اللي غتورين ما هو العيب شوف ان كنت جئت بي لتسأل وانا اجيب هذه وحدة اما ان نكون في اطار مناظرة فلا بد ان تجيب عن اسئلتك ما اجيب عن اسئلتك خليني ناظر واحد انت خليني ناظر اجيب عن سؤالي انت يا شيخ لا تفرقوا انت اجيب عن اسئلتك انت اجيب عن اسئلتك او ربي الله ما يكشف ما يكشف تشغب كتشغب 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 بزد اره كتشغب على صاحبي كتشغب انا ايه الان انا مشاغب انا مشاغب ستجاوبني عن سؤال ديالي حق الربي الموشاغب الحاج وقسيم بيالله انت ركت مطيئ المقدس ناظرلا بغينا غير تطوك انتا مبيتش يقول الله يقول الله الدولة ويسألونك واسبر يا صاحبي اسبر ذا محتى الانسان اقولو فيها علامة صاحبي احسنوما شوف انت صارقي عوك ولا دا انتساب والحاجب اشنو لا 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 انا ما كنت سبقش انا لك نقول لك فاعتزيني النساء ما معنا نفسه. واذا با قطاع المايك خليني نهضر الدقيقة ديالي. قطاع المايك. واش كتفن العربية. شو ما يا طاح ديالي. شو ما يا طاح ديالي. والله ما او ظننتك بهذا المستوى يا شيخ. هذا هو المستوى الذي يمرغ وانفك في التراب. شوف. فاعتزيني النساء برعنا نساء. وا قطاع المايكروفون خليني نهضر. واش كاي زوجي باني جاوبني بلا ما نهضر. دابا واش تطلق لما نهضر. دابا واش باني جاوبني على السؤال. صافي خلق. الله جاوب. حق الرب الى 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 مؤسف جدا. الشيخ انت تطلق بين. بين. لا 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 نبو هذا اربعان. شوف عندي سؤال. شوف انت ما عندكش نبو اصلا ما تطايح ما مرفوع. سؤال جاوب. فاعتزلوا النساء فاعتزلوا نساءكم في المحيد. اتقول للنساء الفرق بين الوالدات وبين النساء وبين الازواج. يا ودي غاسبر غاسبر. يا ودي خليني نجاوب. ارا عيب الحاجة تشلي كبير عيب. وخليني نهضر يا صاحبي يا راني يا نقصة نقولها خليني نهضر. وش دا بانتا بغي تقدم هاد البلطة جمحة لها صاحبي ما. ارا ما يمكيش يا صاحبي. ارا هضرت انت خمس دقائق. انا اهضر دقيقة وحيدة. انت خمس دقائق. انا دقيقة وحيدة. انا مش صاحبك. عندي سؤال. خمس دقائق. خمس دقائق. ما معنى النساء. ما معنى النساء فاعتزلوا النساء فاعتزلوا النساء في المحيد. ما معنى النساء. خلاص. حق الرباء الحاجة لهذا الشيء مستوى هذا. وضعيف. وضعيف. وراء نخليه. النساء هن. ها? لا اله. النساء هنشكن. ما معنى النساء. ما معنى النساء. ما معنى النساء. ما حنانو وهدى وعيشاو وقاو. هذو ما النساء. خليني انا اهضر علي. خليني. ده ما اوش ما نهدروش. ده ما اوش مقوا حاسين ضيعوا في الوقت. شوفت سؤال بسيط جدا. نساء هو مرتك. النساء هو مرتك. او المرأة بصفة عامة المرأة. قال النساء ما قالش نساؤكم. مرتك. او المرأة. المرأة. اذا جيب لي لسان العرب. ولا الفيروس ابدي. ولا جيب اللي بغيت. اذا جبرت النساء هي مرتك. والله لا احليقنا لحياتي امام الكاميرا امام الناس. عاود عاود الحاج. جيب لي النساء معناها مرتك. والله لا 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 مرأة لا مرأة ماشي مرتك. لا مرأة. نعم. لا مرأة. نساء هي مرأة. المرأة نعم. لا اشنو غاديتدير عالفها. شنو غاديتدير. اذا سمع. فاعتزلوا النساء هنا. النساء. لا لا معنا نسماع. شنو غاديتديري لو قتلك المرأة. شنو غاديتدير. اولا المرأة مفرد و النساء جمع. اسماع اسماعي لاجي بتلك بلي ان المرأة هي المقصود. شنو غاديتدير. تحسل لحيات قلت لي اياك. واسماعني اسمعني. هوش غتحسن لحياة ديالك هتحسنها. واثبت العرش ثم نقوش. اه اه جاوبني دابا غتجاوبني. اذا قلت لك جبت لك باللي للنساء هي المرأة. المرأة. هتحسن لحياة ديالك ياك هكا قلت في اللايف. اه ما زال نقولها ونعودها. وامتاز. خليني. هكا سمعت دالي. سمعت دالي. خليني نجاوب. ابلاتيك. خليني بدك فويلون المصلين. حباس. تبت. 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 اه دابا غدي تلقحها. فاعتزل انا كان نعلمك. فاعتزلوا النساء. اي فاعتزلوا زوجاتكم. كما قال الله عز وجل في الآية الاخرى. يا نساء النبي. اي. يا زوجات النبي. اتقع عدم لي. اتقع عدم. اتقع عدم. ورقة. 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 هذا النبو ديالحانان. هذاك حشي. انا هدراك. شوف شيء واحد معنا من تعملوه. ورقة. عفاك لما تسكت ورقة. شيخ انا كان هدراك. معنا. عفاك ورقة ما تفتحش المايك لو سمحت. شيخ انا كان هدراك. اه. اسمعلي. 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 الشيخ يقول. انا. انا. انا وانا هدراك. امتفق معاياك. باقي. 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 كيفاش باقي. خذ اربعة ساعة. خذ اربعة ساعة. اسمع. فاعتزلوا النساء في الماحض. اي فاعتزلوا زوجاتكم. والنساء هو جمع. لا مفرد له من لفظه. ومفرده المرأة. والمقصود ليس المرأة. وانما المقصود الزوجات. فاعتزلوا النساء. النساء هناك ناية عن الزوجات. كما في قوله عز وجل. يا نساء النبي. وهذه تسمى النساء هن الزوجات. بالقرينة. بالقرينة. والان تكلم لي مع رسك. بس اشتري في حقات. انا دم ارجع لك النقطة الاولى. انك اي لاجبتلك بلي ان المرأة. هي. ها وقت عاني عوتاني كغاندي دابانا. كغاندي. 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 كغاندي ما نهضر معك الحاج. كغاندي. لانك مهدر لي مرضي مرضى عنك. هدا في رأي. هذا هو. هدا في رأي. ودي بريم نهضر معك انا بغيتين اعرف الطريقة كيفاش. كيفاش نقول كلمة كيفاش. يحبيني شي طريقة. انا خصني نحلق لحياتي. وغمهم عن نساء باش نحلق لحيات يطلب مني دليل على أن النساء تعني المرأة وإذا قلت هلو سيحيد الحياة ديالو فاللايف قالها سمعها الشيخ سنفتحه التفسير واصبر او صاحبي السنة في الآية واش ما تصبرش انتها او اما ما كتعرفش تصبرو لمالك يا صحبي واصبر او صاحبي دقيقة دقيقة واصبر دقيقة 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 هداروا انتها وهم انتها طلاق طلاق арقليينburn our mic. طلاق طلاق. واسمع باش تحس اللي حد يالك في اللايب. طلاق. نفتح نفتح تفسير بنو كثير. قال الامام احمد حدثنا يا عبد الرحمن بنو مهدي. حدثنا ما تفتح المايك. حدثنا احمد بن السلمة. عن فابت. عن ثابتين عن انس. ان اليهود كانوا إذا حاضت المرأة إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلها ولم يجامعها في البيوت فسألوا النبي فقال ويسألونك عن المحيض يقول هو أذا فاعتزلوا النساء هم سأله عن من؟ سألوه عن نسائهم أي عن مرطة بدرجة مرطة مرطة ملكات حيض يعتزلوها جوا عند النبي قال له إلى مرطك إلى مرطك بالدريجة قاسها لما حيض اعتزلوها هنا عندك الحديث بالإسناد دياله أن المرأة في الحديث هي النساء انتذبت قتل عبلي النساء جمعوا مرأتين هل النساء هي المرأة هادي تطلع وهادي تنزل النساء هي المرأة هادي تطلع حتى الستياميطاج وتنزل النساء كيف مادرت لها هي المرأة مع ما زوقت ومهما صايبت ومهما يقذيت النساء هي المرأة المرأة هي النساء ده بغيك تبغي وتزوقه ما عليناش انت ده بغيك تحصل لحياة ديالك هذه أولاً ثانياً أنت تخلطه أنت تخلطه سبر 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 وسبر سبر سبار سبر لا تشاغب لا تشعيب وعيب وحق الرب باللعيب ما عمرتي واحدة هدرت معاه بهذا النيفو ما عمره هدرت معاشي واحد بهذا النيفو جامد ماضي أنا الكفار كنعرفهم واحد بواحد وعر عليكم اسمع لا تلبس أولا القصة التي جئت بأفتسابني كثير أنا ذكرتها لك قبل قليل قلت لك والحق وخص والنساء ليست هي المرأة وخص أغلبتني في هذه أعطينا حاجة أخرى ما دليلوك الآخة هنا أراك غالب سير ما هو الدليل الآخر دليل عليها والرب العليو تخي فاتيقون معاك النقاش الحاج صراحة تخي فاتيقون زعمان عصروا هدشي كامل تريع 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 فاتيقون بدون نتيجة أعطينا دليل آخر هان تغلبتنا في الهيساء وخال حاجة أعطينا دليل آخر من دلائل صحة القرآن تفضل نعم أعطينا الدليل بقاتلناش الوقت بزاف أعطينا دليل آخر الفاتحة أحسننس كله أعطينا وجه الإعجاز كله 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 فاتوهن من حيث أماركم الله وصافي بايا سالينة سالينة والشريف أنا ما سالينة ودبعات الضياح لوخ هان تغلبني في الإعجاز البياني الناس كاملين سمعوك دبعات وزلي الإعجاز أخر صافي أنا عيش من هذا الهضراء صافي واجدبك تورين اثنون قول الله تفضل آخر مداخلة في الإعجاز البياني تفضل أيها فاتوهن من حيث أماركم الله من بمعنى في وهذا إعجاز رائع لأن أولا حرف الجر ينوب بعضها عن بعض كما يقول غير واحد وهذا كما في قولي عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة من حيث أماركم الله أي في كثير من السلف الصالح قالوا فاتوهن من حيث أماركم الله أي في حيث أماركم الله ثم لاحظ كيف أن حيث وهي طبعا حيث كما أقول كما تعلم ربما تعلم أو لا تعلم حيث اسمه مكان مبهم أو ظرفه مكان أو هي مجاز في الحال أو السبب مجاز في الحال أو السبب طبعاً لن أسألك عن معنى المجاز أو السبب فهذا مستوى ثاني ثاني كمل مدخلاً ثاني فأتوهن من حيث عمركم الله سعملت مجازاً في التعليل ما معنى المجاز في التعليل رباش تهضر مع الفيزازي خصك تقرال وكمل كمل 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 ما تقاش تهضر معي كمل والتالي قلبي ضوير خصك تقرال تهضر مع الفيزازي وكمل آل فيزازي كمل 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 دقيقتين باش ندوزو الحاجة وانا كنسولك ما معنى المجاز في التعليل لا إله إلا الله كمل مدخلا ديالك بينا ندوزو الحاجة أخرى صح أرى أنك أسلمت نعم كمل كمل أتعبتاني ماشي أسلم تعبت عندما قلت لا إله إلا الله أرى أنك أسلمت بوشتراك بوشتراك ستأخذ حسناتي كلها في الجنة إن شاء الله تفضل كمل أنا والله حتى ولو لم تسلم أنا غير مكلف بإقناعك أنا مكلف بإقناعك يا ودي كمل 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 طيب ثم قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ما هو وجه البلاغة هنا وما وجه العرق الدلالي والمعنوي في هذه الكلمة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين هل تعلم؟ لا تعلم هذا تطهر روحاني توابين والآخر تطهر جثماني فجامع القرآن الكريم بين تطهير الروح وتطهير الجسد أو تطهير الجثمان آية واحدة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ثم استعمال لفظ التواب الذي هو لفظ من صيغ المبالغة فعال لأن التشديد في الفعل تشديد في المعنى أو لأن الزيادة في المبنى الزيادة في المعنى ما عرفش يوش كاتفهم إلا ما كاتفهمش ولكن ما عادي ما نعمل لك ساليت يا كل حاج ما ساليت أنا عادي بديد صافي يا خلاق المايي صافي الإخوان صافي رح ندربنا أربع دقائق الآن الإخوان صافينا سمعت بل لأن الإعجاز البلاغي والبياني الموجود في القرآن هو في آية شرحها في زازي ويسألونك عن المحيط قل هو أذافع تزيل النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن هذه آية فيها من البياني والإعجاز ما لا يستطيع بشر البتة أن يأتي بمثله هذه الخلاصة التي وصلنا لها الآية لا يستطيع بشر أبدا لأن فيها به وله وحتى وبما أنه دونك بمادم أنه قال به ولم يقل له هذا الإعجاز الذي أنا لا أفهمه نقطة نهاية الآن هل لديك إعجاز آخر نناقشه يا شيخ لأن الوقت قد داهمانا للأسف أنت هو الذي تسأل أنت صاحب المسألة أنت صاحبها اسأل ما هو الدليل على صحة الإسلام من غير هذا الإعجاز البياني نتقل له الإعجاز العلمي والطبي نتقل له الإعجاز العلمي والطبي نتقل الإعجاز العلمي مداخلة تكون فيها ثلاثة دقائق فاشدر به هذه الإعجاز العلمي ثلاث دقائق حتى لا نوطل أقوى أقوى دليل عندك في الإعجاز العلمي على الإطلاق خذ الوعر أحسن حاجة خذها من الإعجاز العلمي واطرحها في ثلاث دقائق حاول تركز باش ما نضيب باش ثلاث دقائق وتعطيني ثلاث دقائق أنا نهضر فيها تافقنا ولا ما تافقناش هذا التوجيه ديالك ديال الصبيان ماشي نتلي غديو الزاني تقول لي أعطيني أكبر معكين في ثلاث دقائق وليت في صبيان علاش دبكات شخصا علاش القرآن الكريم مليء مئات آلاف الإعجاز العلمي خذ ثلاث دقائق خذ ثلاث دقائق ما تقول لي شي يعطيني آخر ما عندك هذا كلام هذا ديال دراري أقوى دليل ومن ثلاث درما عندك أقوى دليل أقوى دليل صدر عد الثلاث دقائق صدر اسمع من صورة الحج اسمع 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 ثلاث دقائق دبا احنا في خمسة واربعين دقيقة أعطيني ثلاث دقائق يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلة ثم لتبلغ أشدكم إلى آخره ياك الإعجاز العلمي فاين إعجاز كثير جدا ولكن هذا الإعجاز الكثير جدا في هذه الآية العظيمة أخذ منها جزءا واحدا وهو ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة قال في الآية الأخرى فكسونا العظام لحمة فكسونا العظام لحمة فهذا كسونا العظام لحمة تدل على أن القرآن أقر بأن العظام تخلق قبل العضلات اللحمية لقوله تعالى فكسونا العظام لحمة وقد كان الناس يعتقدون أن اللحم قبل العظم ثم جاء القرآن يقول لا العظم قبل اللحم وقد درس هذا كثير من علماء الغرب ومنهم أحد الألمان الذي وقف عند هذا الأمر وكذلك أيضا وأذكر منهم العالم الفرنسي الشهير موريس بوكاي الذي ألف كتابه النفيس وذكر على أن القرآن معجز في غاية الإعجاز لأنه يأتي بأشياء لم تكتشف إلا في العصر الحديث من خلال المختبرات والبحوث العلمية ومحمد سيدي حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في منطقة لا كهرباء فيها ولا مباحث علمية ولا بحوث ولا مختبرات فمن أين عرف أن في ذلك العصر القديم وفي ذلك المجتمع البدوي من أين عرف أن العظم قبل اللحم تفضل الله أكبر ممتاز ممتاز الشيخ يقول لأن في ثلاث دقائق أن هناك إعجاز علمي في القرآن ومفاده أن الرسول لم يكن لديه كهرباء ولا غاز ولا أنترنت فكيف عرف هذا الإعجاز العلمي الرهيب وهو أن العظم يخلق في بطن الأم قبل اللحم العظم يخلق ويصنع في بطن الأم قبل اللحم مصداقا لقوله تعالى فخلقنا المضغطة عظاما فكسونا العظام لحما وهذا إعجاز علمي مبهر معجز نقطة الرد ديالي الآن شيخ فيزازي هل الصحابة الكرام البررة فهموا هذا النص بهذا الفهم الذي فهمه موريس بيكاي أم بفهم مختلف أجبني نعم أم لا الصحابة الكرام عندما دخلوا على الإيمان بالقرآن سلموا له تسليما تاما فقد أخذوا هذا العلم من القرآن الكريم دون أن يسألوا دون أن يشككوا دون أن يرتابوا عندما قال الله لهم فكسونا العظام لحمة فكسونا العظام لحمة ففهموه كما أنزل إذن فكسونا العظام لحمة فهمها الصحابة لأنه فكسونا العظام لحمة يعني هناك تطابق بين فهم اسمع لأن الكساء أنا لا أكسو جسدي إلا إذا كان الجسد قبل الكساء أنا لا ألبس المعطف إلا إذا كان جسدي قبل المعطف فلا يمكن أن يكون الأكس يعني تطابق فهم الصحابة مع فهمنا نحن اليوم بسبب الإعجاز العلمي هذا صحيح؟ نعم ممتن الشيخ إذا جئتنا أو جئتني خاصة بورقة علمية معتبرة من منظمة سواء كانت شرقية أو غربية تقول بأن الجنين في بطن أم أن الجنين ينشأ أو يخلق أولا عظاما ثم بعد لا تكذب لا تكذب كيفاش لا تكذب؟ أنا لم أقل يخلق الإنسان أولا عظاما هاش هدت خربية تلبس على الناس فإن المضغة فإن العلاقة فإن المضغة فإن العاد ثم كسونا لا تكذب أنا أريد أن عاود لك الصياعة السؤال لك ما فهمت الله قال يا أيها الناس وإن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علاقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة مشينا اللي كي هذر في العظام العظام كينا في صورة أخرى في صورة المؤمنون ثم خلقنا النطفة علاقة فخلقنا العلاقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا هذا بالنسبة لك تفيد التراتبية الزمنية صحيح؟ أنا الآن واقف فقط كسونا العظام الأحمر من السابق؟ نوارا نعودها بسببك صحبي معليش نعودها إلا جبت لينا ورقة علمية معتبرة دولية تقول بل أن العظام هي ما يخلق أولا بعد طبعا النطفة والعلاقة التي كان قبل إذا جئت بأن العظام العظام تنشأ أولا ثم بعدها تكسى باللحم أنا سأشهد أن لا إله الله وسأحلق لحياتي لأن لدي لحية نقطة انتهى الكلام أنا أتيتك بي أن بروفسور فرنسي c'est un chirurgien أنت عن الحرب الفرنسي إلا كان فرنسي يعني عنده الصح إلا كان مغربي ما عنده دب بقى في الفرنسي هالحاج عطينا عطينا ورقة علمية عندك سيمان أنا الدماغ هو الدسك دور أنا قلت لك موريس بيكاي c'est un chirurgien فرنسي специاليزي كتب الكتاب موريس بيكاي قال له بللي أن العظام هي ما يخلق أولا ثم تكسل عظام لحمة هذا موريس بيكاي أنت اعتمدت على خبر الواحد اللي هو فرنسي كاتوليكي إذا إذا جاءكم نابأ يا الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هذه ضربتها مع الحياة لأن هذا ماشي فاسق هذا كافر ولو قعد سنسلم أنه أسلم جيبت لي شخص دي الواحد فرنسي قال لي كبلي العظام تصبيق اللحم وجئت تطبل بها يا حاج وأنت الآن في ورقة تاريخية شهدها العالم أنت مطالب بورقة علمية تثبيت ما تقول أنت خلينا ورقة نكمل جملة أنت مطالب بورقة علمية معتبرة دولية تقول بلي أن العظام تخلق قبل أنا سامعتك تقول في موريس بوكاي كافر وكتستهزأ فرنسي موريس بوكاي أسلام أعلن إسلامه سنعتبرهم من المبشرين بالجنة هل خبر موريس بوكاي يفيد العلم اليقيني عندك أسمع أسمع لا 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 أسمع حبة 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 في هذه الآية فكسونا العظام طبعا الله عز وجل يقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة منطين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة منطين ممتاز ممتاز ثم جعلناه نطفة في قرار مكي ثم خلقنا النطفة علاقة فخلقنا العلاقة مضغة فخلقنا المضغة عظام فكسونا العظام الأحمام ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن خلقا آخر يعني الروح فتبارك الله أحسن الخالقين الآن أنا مركز على جوج كلمات جوج لا ثالث لهما فخلقنا العلاقة فخلقنا المضغة عظام فكسونا العظام الأحمام فكانت العظام أولا الآن أثبت العكس جيب لي ذاك العلماء ذاك الملاحدة بحالك جيبهم ينتبتوا العكس لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول هل تسلم هل تسلم هل تسلم بضاعتك في الإعجاز العلمي مزجاه مع الأسف والله نحن أطالى صغاراً من أقول بهذه الفضيح عقلك عقل الصبيان لم تصل إلى المستوى الذي أتحدث به مستوىك هزيل ينبغي أن تتعلم عندك شيء آخر يا شيخ هذا أثبتناه موريس بيكاي لا عيب الإنسان يكون مكيعرش ويتعلم لا عيب لكن العيب هو أن يأتيك الإنسان بدليل يدمغك ثم تقول هذا مستوى هذا ضعير الكلام من موريس بيكاي هذا دامغ صحيح الخبر الواحد دامغ عندك موريس أنا ما عندش المكتبة بين يديه الآن موريس بيكاي عالم فرنسي نعم هذا الرئيس منظمة دولية في الجنين فهد شي ديال الجنين ورقة بنونا وفلرة أخدم معك ايه ايه طرح سمع سمعتني موريس بيكاي واسمع ورأنا ورقة أخدم معك ورقة أخدم كيمد لك وشنو كيمد لي ورقة وجيتي وجيت لعب معي أولا شنو كيمد لك شكون هو موريس بيكاي وكادر ورقة أغلب تربى المايك يا ورقة يرحم لك الولدين يا ورقة أترجاك أترجاك فإذا الآن أنا مع سؤال سمعت 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 أنا أقسم بالذي لا أؤمن به أنني لا أنظر أصلا إلى التعليقات ولو ولو قال لي ورقة من هو أنا سأعتبر أن هذا الموريس بيكاي الفرنسي هذا من أعلم علماء الأرض قاطبة في الجنين أنا أعطيك حاجة اللي أنت أقع ما قلتهاش من أعلم علماء الأرض قاطبة فيما يخص الجنين هذا خبر أحد أم لا خبر الأحد حج الله أكبر يفيد العلم أم يفيد الظن يفيد اليقين إذا كان إذا كان إذا كان أسمع إذا كان على شاكلة الصحابة وأعطيك للدين نعطيك مليون دليل على شاكلة موريس بيكاي على شاكلة موريس بيكاي أسمع أسمع أولا أولا القرآن كله جاء به جبريل عليه السلام وهو نوع من الوحي أو الإلهة مدكشية جبريل كان واحدا والنبي صلى الله عليه وسلم واحد الذي جاء بالقرآن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بالأحد إلى الأمصار يبعث فلانان يبعث هذا الصحابي أو ذاك معدن جبل إلى هنا اذهب إلى اليمن إذا سألوا كذا فأخبرهم عن كذا وإذا أجابوك فأخبرهم عن كذا عندي لك سؤال لم أتطول بلاش عندي لك سؤال هل الخبر الآحد يفيد العلم سمع السؤال واجبك أتطول حتى أثبت لك أنها أخبار الأحد والله يرحم عليها الدكتور القاضي برهون عنده مجلد ضخم في حجية خبر الأحد في حجية خبر الأحد فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعثوا واحدا أو اثنين أو جماعة لكن ثبت أنه بعث الأحد فهذا معدن جبل يبعثه إلى واحد ماذا يعلمهم أول ما يعلمهم يعلمهم العقيدة فإذا هل يأخذون عقيدته عن يقين أم عن شك لأنه واحد أجوبني عن ديالي وأنا هذا كامل عندي خرافة أسمع السؤال عندك خرافة أنت صانع الخرافات أسمع السؤال أسمع السؤال شوف بقي لك دقيقة دقيقة واحدة هل هل آخر سؤال هل بقي دقيقة واحدة وما تكتع ليش دقيقة واحدة خليني نهضر هل الخبر الأحادي يفيد العلم بإطباق علماء الإسلامي أم فيه اختلاف؟ فيه اختلاف والراجح صافي 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 أنا سمعتك صافي سمعتك ما تضيع ليش دقيقة ما تضيع ليش دقيقة لا 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 تكمل والراجح هو أنه يفيد العلم اليقين إذا كان هذا الواحد غير مجرح وإذا كان عدلا ضابطا أولا ما دام أن علماء الإسلام اختلفوا في حجية الآحاد بغض النظر عن الراجح والمرجوح فما تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال ولا تقطع مداخلتي ثانيا أنت تقول أن الرأي وخاك قطعت مداخلتي وقعها كان قطعت مداخلتي وقعها كان قطعتها وعيب عيب 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 وقل قواعد سليمة عيب 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 ما دخله اسمع أنا كان نصلح لي كان على المكان والحاج خليني نكون مداخلة تصلح لي وتهبط واصبر صاحبي اسمع مشارج ما دخله الاحتمال وما تطرق إليه الاحتمال وإذا كانت غلطة أنا نحسن بشغل اللحية نكتع رجلي ما تطرق إليه الاحتمال غلط ما تطرق إليه الاحتمال غلط مش هي القاعدة كما جاوبني جاوبني ما تطرق إليه الاحتمال هل خطأ خطأ من حيث من حيث نقل القاعدة العلمية كما هي ما تطرق إليه الاحتمال وسقط به الاستثمال وخليني نهدر هكذا تصر الدينة صاحبي وتثبيتها هكذا تثبيت الدين ديالك صحيح بالطريقة الدين ديالي هند ولا واش به هاتطريقة أنك ما تخلينيش نهدر به هاتطريقة ما تطرق إليه الاحتمال وإذا كنت غلط الناس يعرفوني غالط سقط به الاستدلال إذا كانت غلطة الناس ستقلي في جوجل وتكتب ما تطرق إليه الاحتمال لو تنشوف القواعد العلمية لو تنقرق القواعد أنا القواعد كنت نقررهم ونزيد نقررهم لك ما تطرق إليه الاحتمال سقط بإستدلال أنت حجتك أن خبر الأحادي يفيد العلم ساقطة الأحادي يفيد العلم حجة ساقطة ثانيا أنت تقول الراجح أن نأخذ بحديث الأحادي إذا كان عدلا ضابطا عدلا ضابطا أثبت أن هذا موريس بيكاي عدل ضابطا أثبت أنه عدل أثبت أعطينا العدالة أثبت العدالة موريس بيكاي انتهى وقتك أثبت السلام عليكم